تاتح انت بعدين نتكلم بعديك بقى بالزمن الكافتن احمد راضي اللاعب الدولي الكافتن علي هادي وان شاء الله ربي يرحمهم جميعا وان شاء الله نفواهم الجنة والله يصبر عوائلهم ونتمنى الشفاء والسلامة لجميع العوائل والناس والاخوان العرب والعراقيين وان شاء الله الوباء يزول وتنتهي هذه الجائحة وترجع لأمور قبيعية ان شاء الله مرحبا بالاخوان للحضور مرحب بكابتن شريف كابتن شريف سعداء بلقاية مرة ثانية اهلا وسهلا بيك وشكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم اولا طبعا انا بشكرك كابتن طارق بشكر كابتن علاء بشكر الاتحاد العراقي والسعيد الرئيس فيس الاتحاد العراقي وبشكركم جميعا على تحت الفرصة دي ان انا اكون موجود معاكم للمرة الثانية طبعا ده شرف كبير جدا ان انا اكون موجود في استقو حاجة المهمة كمان ان انا طبعا اتقدم بواجب العزاء للفقدين طبعا انا كان ليا يعني حظ بير حمو كابتن حمد راضي انا كنت مدرّب في نادي الوكرة من خمسة وتسعين لسبعة وتسعين وكان هو كان هو لاعب في نادي الوكرة يعني اتقد به لفترات طويلة وكننا موجودين مع بعض نفس النادي ايامها كان كابتن عبدان درجال هو المدير الفني لنادي الوكرة ولكرة القدم وطبعا يعني تشرفت بيه كان انسان فاضل وشخص يعني الواحد اتقده والغياضة العربية كلها اتقدته الله يرحمه يحسن الله الله يرحمه ثاني حاجة يعني طبعا الاتحاد العراقي بصراحة ومجموعة العمل اللي انا بشكرها جدا لانها قامت بموجود كبير جدا لفترات اللي فاتت ويعني فيه مجاح كبير في استضافة العديد من النموز والاشخاص اللي انا شايف انها بدنا حدث ري الكرة الطائرة العراقية وشكر خاصة معان لكم تحديد ازا كان حضرتك وكابتن عناق لانهم صراحة يعني اين من موجودة انتو الاثنين موجود كبير جدا احنا عدنا كلمة ترحيب من قبل اتحاد الاستاذ احمد الجناح حاب انه يرحب بحضرتك استاذ احمد الجنابي المايك مفتوح ينك اذا تحب حضرتك فرغل استاذ احمد جنابي اسمعني استاذ احمد جنابي ممكن حضرتك بس تفتح المايك ما توقع يعني ظاهرك ومشكلة بالمايك ما الاستاذ احمد جنابي طبعا انا بشكر السيد احمد الجنابي وكل مجلس الادارة والسيد رئيس المجلس الادارة على المبادرات الجميلة اللي احنا شايفينها اللي انا شايفين فيها اصاب كثير من الاتحاد العراقي في الوطن العربي كل واحد يمكن انا عارف ان بعض السادق اعزائي المدربين حيستغربوا شوية لاختيار الموضوع المهضة لكن يمكن حديثي مع الكابتن علاء لفترات طويلة نعم وجدت ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الوطن العربي تخص التخطيب اللي هو البلاني بكل اصنافه وكل انواعه وكل متداده يعني متأثيره على اللعبة بتاعتنا وعلى المنظومة الجددية بتاع فاصدت من النهاردة ان انا يعني افتح المجال للمس بعض طبعا حيبق صعب جدا ممكن في مساحة وقت صغيرة مش كبيرة ننغطي كل حاجة لكن انا عقدر ما استطاع انا حاول اجري اه مجموعة من الافكار والخيوط العريضة كده عشان نقدر منها نحاول نفهم ايه اللي نقدر نعمله وبرضو كلها عن تجارب اه شخصية سابقة والحمد لله تجارب بي حققات نجاحات في بي رجل عجل بل كده كمان المحاضرة اللي حدق بيها يمكن ما تكونش محاضرة بيها علاقة من الكرة بطايرة قوي بشكل مباشر انها اه بشكل عام لها لقب تخطيب شكل عام المحاضرة دي طبعا يعني هي انا اخذها اساسا من استاذي ودربي كابتن زهير عمار وهو اساسا هو راجل بخص اساسا في الجزء الرياضية وطبعا انا يعني محيي من الموصل هنا طبعا دي فضل جميل جدا عليا يعني في مساعدتي كمحاضرة ده ودعا اه الحاجة اللي بعد كده لو جينا اتكلمنا يعني النهاردة احنا اتهابك لجزئين احنا نقسم المحاضرة على النصين يعني النص الاولاني انا اتكلم فيه عن التخطيط بشكل عام لمنظومة رياضية هي ممكن تكون الاتحاد وما يستبعهم من اندية ومنتخبات وكله وبعدين نروح بعد كده على التخطيط بالنسبة للمدرجة اه التخطيط الفاني بقى اللي هو يخش الجانب الفاني اه وطبعا جوه التخطيط ده احنا نتكلم نهاردة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اه عندنا سؤال في الاول احنا ليه بنقوم بالتخطيط اه واي دو وي اه 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 او ليه بنحتاج للتخطيط بالتحديد يعني اه اسبابنا اه ببساطة يعني ممكن صورة كده طبعا لوصول الاهداف اللي احنا بنخطط بها ايه اللي احنا هنعمله بالنسبة الشركاء اللي موجودين معنا الشركاء دوه ممكن يكونوا مندية ممكن تكون الحكومة ممكن تكون الجماعة العمومية اللي هية تتخيلنا اللي هي الاعداء في الكنزوم الرياضية بتاعتنا وهه ده بالنسبة للاتحاد اذا كان بالنسبة لناتدية طبعا هتبقى الجماعة العمومية بتاعت modelo هتبقى اللاعبين هتبقى الرعاة وكل الناس. نفس الوقت مهم جدا وحنا من الخطط يكون بنوضح للناس هنعمل هي. لان التوضيح ده ببساطة بيدي حالة من المخمقنان ان اللي بيشتغل ده عنده خطة عنده نظام عنده مصار هو ماشي فيه عشان يحقق اهدافه والاهداف اللي هي بتوصل المنظومة للمتيجة المرجوة بذلك. برضو في التخطيط بيبقى ليه بنقوم بيه او بنحتاجوا لايه عشان انت بندي رسالة معنى للشركاء. طبعا زي ما قلنا الشركاء دول مجموعة من الشركاء اللي هما يشاركون في العمل في المنظومة دي او في رعايتها ازا كان رعاة او في ادارتها ازا كانوا من المنظومة الداخل او في الاشراف عليها ازا كانوا من الدولة والسلطات المعنية فيها. وبالتالي لما بيلاقوا انه قدامهم خطة ومنظمة بتدي نوع من انواع الرضاء واللي بيجي يدعم موقف المنظومة في العمل. وبتكون ساعتها بتشتغل بشكل مستقر. مهم كمان نحنا نعمل حاجة اسمها البزنس بلاني. هو من المطابقة خطة العمل بتاعتنا مع الخطة اللي هو راحها الشركاء الاعمال اللي هما مفترض جادر ان احنا عندنا بطولات حننظمها فالبطولات دي لها رعا فالاكنين جول لازم يكونوا متنسقين مع بعض واحد اهداف وواضح للترافين. ده كانت الدولة اه هي اللي بترعى منتخبات فمنتخباتنا دي من قدها مثلا دورة اولمبية او الانعابة السيروية او اي نوع من انواع المطابقة. يعني بيحصل نوع من انواع التفاهم وشكل خطة الاعداد ايه من المجموعة اللي عادين واهدافنا عايزين نكسب البطولة دي ولا عايزين ننافس فيها في المرحلة المتوسطة ولا احنا بدينا في اي جديد فالكلام ده يجب يبقى واضح خطة العمل اللي هي البيزميس بلان نحن مهم جدا برضو ان من خلال التقطيط ده بيبان قدام المسؤولين عننا احنا منظمين بشكل كبير عشان يقدروا يعني يافقوا في الموقفل قد عيدنا وابداءوا يدعمونا بشكل او باخر. برضو بلانيج نطف يعني التخطيط هو ليس هو وضع هدف غير وقعي يعني ما ينفعش ان انا احط اللي هو بنسميه unrealistic objective اللي هو هدف غير وقعي ما ينفعش اقول مثلا انا فريق ظروفي مثلا مش لازم في العراق يعني او جينا قلنا فريق من الفرق العربية دخل في البطولة الاسيوية وهو فريق لسه مجدد وكان عنده ظروف صعبة ما ينفعش يدخل يقول ان الهدف بتاعي جوة البطولة ان انا حكسب بطولة لكن لازم يكون الهدف يكون وقعي عشان نقدر منحققه وبعدين نطلع منه بعد ما نراجع موقفنا خلال خطة قبيلة الاجل لمرحلة متقدمة اخرى بعد الحقيقة اهداف اللي برضو التخطيب ده ما هواش وظيفة لمرة واحدة ما هواش اوان تايم جوب ما هواش يعني حاجة بنعملها المرة ونسيبها لا ده هي القصة كلها لازم تكون هي يعني زي خطة موضوعة جواها عمل مستمر لأعلاقة ببعضه مرتبط من بداية والبداية نهاية التخطيب ده ما هو الشخص واحد بس بيعمل فيه طبعا موضوع الوما نشودة هو منتشر جدا جدا في وطن العربي وللأسف هو احد اهم اسباب الفشل الكبير اللي احنا نتعرضه لكن في كل الحالات هو العمل الجماعي والذات ما احنا كمان لعبة جماعية اعتقد ان هو حيثمر في الاخر عن نتيجة جيدة وفي نفس الوقت لازم العمل ده يكون مبني على ناس نيوم علاقة بالنوع العمل ده يعني كل واحد في مجاله كل واحد في قدراته يقدر يقدم شكله باخر عشان يحصل مجاح فيه التخطيط ده ليس مجرد حديث يعني مش هو مش جس توكي ما هواش كلام بس بنقوله وحلو قوي وعبارة عن مجموعة برزمتاشنز بنقدمها وتعارير وعنى في الاخر على الارض وما هواش نفس الوقت برضو يعني ضمانة لان العمل ده حينجح يعني لان البساطة ممكن في خلال الطريق انا افترض جدا احنا بنعد فريق من الفرق والفريق ده بقى جاهز بالصفة بالشكل مثلا جايد جدا بالنسبة مية في المية والفريق ده بقى عنده فرصة للمنافسة مثلا مع احد المراكز الكولة وبعدين اتصاب منه اثنين لعليه فهنا مفيش ضمان لأي حاجة خالص لكن الضمان هو ان الواحد يكتهل ويعمل عليه ويتوكل على الله التخطيط هو التخطيط والعمل يعني اللي اتمن هم ان احنا نازم نخطط العمل بتاعنا والعمل على الخطط اللي احنا عملناها يعني بساطة شي ده جدا انت بتعمل خطتك وبعدين بعد كده بتشتغل الخطة اللي انت خططها دي يعني ما ينفعش ان انت تخطط خطة وفي نفس الوقت يعني عارف معالمها ايه ومحتوياتها والاكسز او يعني الخطوات او التجاهات اللي ماشية فيها وبعدين نيجي بعد كده احنا من نفس الخطة نعمل حاجة تانية خالصة يعني افترضنا مثلا احنا اهدفنا لموجودا نعد المنتخب الناشئين عشان يشترك بعد مسلا عشر سنين في بطولة كسر نفعش واحنا بنعدد الفصة به واحنا عاملين حسابنا ان احنا وجيره ميزانيات معينة نيجي بعد كده رح فجأة رح مغيرين الكلام ده ونروح لمنتخب الرجال اللي هو ممكن يكون مستوى ما هواش جيد ولمنصرفش على المنتخب ناشئين ونبوز ايه خطة اللي احنا حطناها فلازم الخطة من خطة اللي احنا حطينه ليفضل لو كان فيه تخطيط جيد انه هو اللي نشتغل عليه بعد ما تم الاتفاق عليه واخذ المؤفقة طورت التخطيط مشهورة جدا اللي هي where we are where we want to be how do we get there are we getting there احنا لازم اول نبدأ نسأل نفسيين احنا فيه يعني النهاردة مثلا انا ورد حتكلم منك عن المنتخب المصري وحتشوفوا النهاردة برضو مخطط حاجة يعني تقدر تدينا مثال عملي لما جينا نتكلم في الاتحاد المصري قدمت لهم خطة استراتيجية فجيت قلت لهم احنا تركبنا تصنفنا العالمي كان الى 12 ساعتين عايزين نروح فين عايزين ندخل لعشرة الاواد هنوصل لده ازاي هنوصل لهم بالمخطط اللي حي حطناها مجموعة من الخطط وموعة من الاستراتيجيات انا احطوطة عشان ننفذ يعني خطط تنفذ الاستراتيجيات دي وده ممكن يحصل بشكل فلان ومعدين بنيجي بعد فترة نسأل نفسينا هل احنا وصلنا للمنطقة دي افا بيحصل نوع من انواع التقييم والمشاكل اللي موجودة بنعدلها ونبدأ نكمل في نفسه المخطط للمرحلة اللي بعد دور التخطيط زي ما احنا شايفين احنا فين اين نحن وعايزين نروح فين اين نريد ان نكون او نصل وبعدين تاهم فيمكننا الوصول الى هناك هنقدر نوصل هناك ازاي هل هنقدر نوصل هناك بعد مثلا فترات اعداد بالشكل لا داخلية ولا فترات اعداد داخلية وخارجية ولا فترات اعداد كلها خارجية مجموعة اللاعبين هنجيبهم مني هنوصل هناك ازاي زي واحد مثلا عايز نهاردة يخطط لنفسه ونازل الصبح يريد أن يذهب للعمل في مدينة أخرى. سيركب طيارة، سيركب الباص، سيركب سيارته الشخصية، وبعد ذلك. بعد ذلك وصلنا بالعمل الذي نريده، هل تم الوصول إلى هناك؟ وصلنا وعملنا؟ ندخل في المرحلة من التقييم ونرجع ندور في دور التخطيب الثاني. هناك خطوات أربعة في دورة التخطيب، اللي هي الـ Identification and Setting Objective والستراتيجي وتاكتكس for achievements والـ Evaluation and Adjustment عشان نوصل لنتيجة مثلاً، اللي هي الخطة الوطنية مثلاً الموضوع للوصول لـ 20-24. نحن ندخل في 20-20 نعمل خطة لـ 20-24، فعندنا أربع خطوات كده. ونحط يعني تصور للخطة بتاعتنا كده، بعدين نحط جوها الأهداف بتاعتنا اللي احنا عايزين، وزي ما قلنا لازم تكون واقعية، متدرجة طبعاً، وبعدين نحط استراتيجيات، ازاي نوصل للأهداف دي وخطط عشان تنفيذ الوصول للأهداف. وعدين بنوصل في الآخر لمرحلة من التقييم وبعض التعديلات عشان نرجع تاني للبداية ونشتغل من دي. التوصيف ده لازم يتبني على سؤال مهم جداً نحن فين دلوقتي؟ خط الشروع. يعني خط الشروع أو الاختبار القبلي؟ البداية. نعم. أول ما نبدأ نقول للنفسين، لازم نسأل نفسين السؤال، للمنظومة تسأل نفسها، تقول احنا فين؟ فعلى طول بيجينا الحاجة المشهورة اللي احنا بنسمع عنها دايماً اللي هي SWOT. SWOT Analysis اللي هي SWOT اللي هي Strengths Weakness اللي هو الانترنر داخلي والOpportunity وستريت دول خارجي اللي هي نقاط القوة والWeakness اللي هي نقاط الضعف ودي بتبقى أمور داخلية جوة المنظومة نفسها. اللي هي الفرص والتهديدات على الفرص دي او الصعوبات اللي حتقابلنا دي اللي هي خارجي يعني زي الفرص دي اللي هي البطولة اللي هنشارك بيها ودرجة الصعوبة فيها ايه؟ النقاط القوة اللي عندنا عندنا اللعبين طوال القامة وعندنا نقاط ضعف اللي هم بس مهارياً مش مهماش مميزين شوية ماستعدوش بشكل جيد على مدار حياتهم العملية واحكس دي فكرة ده مثال اللي بدنا بقوله الوضع الأهداف بقى لازم يكون عندنا مهمتنا تبرير لوجودنا يعني مهمتنا دي لازم نقول احنا للناس احنا موجودين ليه؟ يعني احنا جايين هنا عشان نحقق الهدف الفلان مش جايين موجودين وخلاص مش جايين عشان الانتخابات اخترتنا وخلاص او في نادي او في فرقة او جيبا تاني حاجة هي اعداد وصف المهمة اللي هي لازم نحط للناس حاجة زي اللي حنشوفها كمين شوية اللي عندنا مهمة والمهمة دي اهدافنا فيها بشكل فلاني بالتفصيل فالناس هتبدأ كلها تشترك كنفيز الاهداف بتاعتنا دي كلها الناس دي معناها كل المشاركين في المهمة الشركاء وكلهم اذا كان ده في نادي اذا كان ده في منتخب اذا كان ده حتى جوه الفريق نفسه والمدرب بيخططله فكلنا لازم نحط المشاركة وبعدين بعد كده رؤيتنا 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 هي هدف شامل للاتحاد او غير الاتحاد او فريق او غير تحويل الرؤية الاهداف ملموسة اللي هي مهم جدا ان احنا الرؤية دي متبقاش كلام بس مكتوب على الورق لازم يبقى اهداف ملموسة نفس الوقت هنشوف مع بعض برضو مثال ازاي احنا بنتكلم على رؤية بشكل عام وبعدين بعد كده نرسم لها خريطة تتنفز ازاي على الارض الواقع بالخطوات على مدار الفترات كلها هنشوف ده يعني كمان شوية مهم جدا يجب ان تكون الاهداف هي مص بي سمارت سمارت دي ده اختصار للخمس حروف الاولين من خمس كلمات اللي قدامنا دول وسمارت دي يعني تكون يعني زي ما نقوله على واحد ان هو سمارت يعني وسيمة او زكية هي محددة لازم تكون الاهداف تاعتنا دي محددة مش مش هدف عام كده اه انا هشارك في البطولة دي وخلاص لا هتشارك في البطولة دي وحتحقق ايه ما عندناش مشكلة ان انت تتحقق مركز متأخر او قبل يعني في الربع الاخير من الرنك لكن عندنا مشكلة للاسباب مجربل لازم تقاص يعني عندنا وسيلة لقياسها مجربل اللي هي قابلة للانجاز يعني للوصول لها يعني رياليستيك تكون وقعية ولازم تكون طيب ريليتد اللي هي الوقت بتاعها مرتبط بتنفذها يعني ما ينفعش انا اقول ايه اجماعة انا هعمل منتخب الماشئين عشان عايز اوصلوا للمنتخب الاول ونكسب بيه بطولة اسيا طب هل انت حتكسب بطولة اسيا؟ تمان اربع سنين؟ تمان تمان سنين؟ تمان عشر سنين؟ لازم يكون الاهداف دي تكون رياليستيك وقعية وفي نفس الوقت تكون تايم ريليتد لازم يكون لها اهداف بالوقت كده بيتحس بالكلام ده ونعرف ونشوف امثلة حاليا دلاتي عايز طريقها التنفيذ بقى بتاع القصة دي لازم يتم عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات او الاستراتيجية اللي انت بتحطها الكلام ده وتكتيكات اللي هي الخطط عشان تنفيذ الاستراتيجيات الاستراتيجية هي ال what to do اللي هي انت هتعمل ايه to do the right things اللي هي اللي هي بشكل فعال القيام يعني الاستراتيجية دي هنعمل ايه وهنقوم به بشكل فعال ازاي نبص نلاقي ان الاستراتيجية دي دايما يعني حاجة عامة كده بس بتدي توجه للناس احنا رايحين في انهو اتجاه ولازم التفكير فيها يكون اكتفع عليها يعني ما يكونش كلام بس اللي هو لا ده انا جامد جدا وانا حوصل بطل العالم اللي هو مالوش ارض صلب انا واقف عليه لا فعالية دي يعني يكون واضح انه هو عنده خطط للوصول بمراحل لقياس مستوى الاعداء وفي نفس الوقت بحقيقة بعض القطوات المهمة النتائج وبعدين نوصل بعد كده للمرحلة اللي بعديها وهكذا لغاية ما نوصل للهدف التكتيكات اللي هي تاكتيكس are how to do ازاي حقوم بالكلام ده بقى القطط التنفيذ حتم ازاي وتدود the right things اللي هي اللي هي القيام بالامور بشكل صحيح والكفاءة يعني التنفيذ الاستراتيجيات والتاكتيكات ايه لازم بيحصل دمج بينهم يعني الجامعة بين الاستراتيجية والتاكتيك وده بيقوم قائمة الانشطة اللازمة لتحقيق كل هدف وهنشوف مع بعض كمان شوية يعني بزنانات خلال عشر داير ربع ساعة هنشوف يعني حاجة مشابهة للكلام ده هتحقق الهدف ان الناس يشوف حاجة واقعية وتحديد تاني تاني بانده هنا تحديد قائمة الاجراءات لكل نشاط يعني كل نشاط من دول فيه ليه اجراءات لتنفيذه فلازم نكون محددين ده حيحصل ازاي الذي هو الذهاب الى القيام بذلك ومتى يتم ده هو اين سيقوم بتفعله وانان مين سيفعله ومين سيفعله ومتى هتها اختصصات لكل واحد كم مال وموقع ينجح لدينا دقيق من المال ووقت لقضاء مستوى الأعلى استطاع الوصول ولكم تخصص من أعلم مهم جداً نحن نحط الأولويات وبعض التعديلات اللي محتاجة في مجال العمل مع مراعاة الموارد دي ومهم جداً التعديلات دي لازم نتفاهمين إنها ده أمر طبيعي ماكيش عمل في الدنيا غلا ما بيواجهوا في الطريق مجموعة من التغييرات لأن نفترض مثلاً نهارده الدنيا كلها كانت مرتبة أن فيه كاس عالم أنا أسف كان فيه أولمبياد 2020 فمع جائحة الكورونا دي حصل تغير كبير جداً لغبة كل جمهور وبالتالي حصل نوع من أنواع التعديلات اللي هي بنقول عليها الادجاسمنتز تيكين انتو كونسدراشن ولازم نتو كونسدراشن ريسورسز مهم جداً واحنا نعملها التعديلات دي ناخد بينما في الريسورسز لأنه ممكن نكون مش هتبقى مناسبة بعد الانتظار لمدة سنة كمان كاس العالم عشان كده اليابان اجتمعت الأول مع اللجنة العمكية الدولية وقعدت تقول أنا عايزة أعرف إلا مطلوب واليابان لو حصل تغيير تاني أنا بقول لك هو من هنا وأنا أعلم ما أقوله يعني وحصل تغيير تاني لمعاد جديد غير عشرين عشرين واحد وعشرين أعتقد أن اليابان هتعتذر عن تنظيم الأولمبياد وحتبقى مشكلة كبيرة فهنا عشان كده لازم ناخد في بالنا اللي هي الموالد الموجودة عن ديره وتنظيمها وتقييمها للتخاذ القاضي ووضوع التقييم والتعديل داله قابتين شيرك بس قبل ما تنتقل للسلايد الجديد يعني التكتيك تقصد به هو الاجراءات يعني إذا حضرتك ترجع للسلايد القبله هل هو التكتيك هو الاجراءات أم هو يعني التولز اللي موجودة كل ما هو يخص التنفيذ يعني الخطط للتنفيذ تحتيها حط بقال أنت عايزه أنا مش عايز بص أدخل في تبصيل لأن المحاضرة نفسها هي بتدينا بس يعني زي يعني ضوء كده نمشي في أنه التجاه لكن اللي يهمني إن أنا عايز أوصل منها للهدف الأسمة والأهم نحن نبقى عندنا للمنظومة بتاعتنا النظام شكلوي حمشوك بالوقت طيب التقييم والتعديل ده عندنا عشان تقيس لازم تعرف أنت حققت إيه فلازم في الأول تكون عندك هدف عشان تعرف أنت وصلت له أو لا فلازم عشان كده لازم يتم التقييم وبعديه بعد من وصول الهدف أو عدم الوصول نبدأ نقيم ونشوف إيه اللي حنعبدله عشان نوصل للهدف أي تخطيط طويل الأمد بيحتاج لتقييم مستمر لأنه زي ما قلنا كده أنه بيطرق على العمل وإنت شغال مجموعة من المشاكل يعني إحنا مثلا في الاتحاد المصري نتحنشوف الخطة دلوقتي وإحنا شغالين الاتحاد بتحل وبعضية وتغير فجاي بعده لجنة قادها المدير التنفيذي فكمل لك نفس الخطة نهارده جات لجنة جديدة ما عرفش حيحصل إيه يعني فيه حاجات طرقة في الموضوع هي اللي بتغير الاتجاه بتاع المخطط اللي هو التورير الأجل ده ممكن تخلي الاتجاه كله تغير ويحصل بعض التعديل وبعد كده كده يتغير الاتجاه يحتاج إلى تغير الاتجاه وإحنا شغالين بيتغير حاجات كتيرة جدا في العالم وبالتالي ممكن إحنا بيحصل التغيير ده نتنقل ونروح لتغيير جديد تابعا للظروف الموجودة في العالم يعني مثال في فترات من عمر مثلا من الكرة الطائرة النصرية كانت بتشارك في الدوري العالمي وكان عندها فرص جيدة جدا لمنشاركة في الدوري العالمي بعد تغيير الاتحاد الدولي لنظام الدوري العالمي كان الدوري العالمي للثلاث مراحل المستوى الأول والثاني والثالث حد دوري عمل حاجة اسمها VNL اللي هو هو دوري الأمم وبالتالي مبقاش فيه دوري عالمي ففرص دخول المنتخب المصري للجوليبول نيشنز ليج ده ضعفت جدا وبالتالي لازم يحصل عندنا تغيير خطب بتاعنا ونروح لشكل جديد من المشاركات اللي تحطنا على الساحة الدولية أو نبذل قصارك وهدين عشان نكمل في الاشتراك في الVNL ده اللي هو بقى صعب جدا بعد كده مهم جدا جدا من استخدام الخبرات الخاصة في تحسين التخطيط الخاص بالمنظومة فمهم ان أنا عندي عناصر من الخبرات لازم استفيد منها كلها عشان أوصل بأفضل شكل ممكن للنتيجة والأهدف بتاعك وهم جدا واحد نعمل نحن نعمل وضع معايير ملموسة وتكون ملموسة يعني تكون معايير ناسف النجاح وتكون ملموسة انها تكون يعني نعرف نقيس بيها نعرف حنعمل ايه نعرف تكون حاجة نقدر نقدر نقيم بيها الوضع ما تكونش حاجة وهمية اللي هي الفرقة دي لعبة كويس لا أنا مش ما عايز اعرف الفرقة دي ممكن تحقق نتيجة ايه الفريق ده أصلا زهر فيه اثنين لعبين جايدين لا ما هو ده ده مش قياس القياس هو نتيجة هو أداء مع النتيجة الخطوة النقطة البعض كده تبي أو بي كونكريت اللي هو هم الموسة اللي احنا قلنا عليها تكون حاجة نقدر نقيس بيها ما حدش يخاف أبدا من موضوع القياس لأنه هو ناس كتير متخاف من موضوع القياس ده هتروح عامل حاجة من اثنين يأما تهرب من القياس دايما أو تحاول تهرب من انها تحط أهداف تهلة القياس أو بتحاول انها تشوش على القياس ده وتخرج منه بأهداف يعني ما هيش حقيقية يعني مثلا لو هو مفترض جدا وصل القياس ده مثلا ان احنا نقدر انا فريق عندي فريق هيشارك في الدورة الممتاز رجال في مصر وهم 12 فريق فلو انا داخل الحمسك الفريق ده وقت للإدارة النادي اقول لهم ان انا المفروض الفرق اللي معايا تحقق مثلا المركز الرابع فانا عشان اقام من نفسي حاوله لقى مركز العاشر هنا في مشكلة حصل كبيرة جدا المفروض ان انا ما خافش من القياس ده لان هو يبقى دافع وحافظ ان انا حقق المركز الرابع ده وفي نفس الوقت الادارة تبقى وصلها ان انا ما باخدحهاش وفي نفس الوقت هم كمان لازم يكون عندهم شيء من الواقعية ومن يعني نقول النجاعة في التفكير يعني كمان ان هم يبقوا عندهم صبر على منظومة انها تعمل لوقت مناسب عشان تقدر تحقق نجاحات طالما هي شيء متحطط ومنظم بشكل جيد اخر حاجة to be proactive when not feeling criteria يعني لازم نكون يعني احنا نكون زي ما قولوا ايه اكثر يعني تفاهم لو حصل ان احنا محققناش ايه النتيجة بتاعتنا ونقلنا لمنطقة تانية ما تكونش النتيجة يعني نكونش احنا حققنا نتيجة بشكل كافي لكن لازم يكون فيه اسباب يقتنع بها المسؤولين لعدم الوصول للنتيجة بس نكون ايجابيين في التفكير فيها ما يكونش دايما الهدف بس الهدف والنقد وخلاص اخر حاجة هنتكلم عنها المثلس اللي قدامنا ده وده مهم جدا جدا مهم جدا ان احنا نبدأ من الاعلى وتكون اكثر وقعية اثناء انتقالك من الرؤية الى التكتيكات للتنفيذ ونبدأ بالفيشن اللي هي الرؤية بنحط بعديها الرؤية العامة يعني مثلا احنا عندنا مخطط عام حنشوفوا دلوقتي حاجة بفكر عنه وتحتيها مجموعة من الاهداف وبعدين بنحط استراتيجيات يعني الاهداف بتاعتنا دي استراتيجية المصاردة حنمشي عشان حقق اوزاي وبعدين التكتيكس اللي هي خطط بتاعت كنفيذ بقى حننفذ الكلام بس طيب الاول انا يعني تسمحوني لو فيه سؤال سريع لان احنا عندنا يعني حاجات مهمة جدا نازم نكمل فيها والوقت اعتخد حيبق قصير بي شريف يعني هو اكيد من احنا رح نضرب مثال على موضوع التخطيط وبعد عرض المثال ممكن عبر المثال اللي حضرتك رح تمحي جدا المثال قدامنا هون حنبدأ بي دلوقتي انا مش عارف انت شايف منطرق الظهرت قدامك لحد الان لا بس ظاهر انا حدخلك عليه اراك واحد من الارتشينات الاراك ظاهر كده ظهرت تمام 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 الفيجين تونتي تيرتي زار اي بحث اي الزب بسرعة كده احنا هنجري في البرزنتيشن دي دي البرزنتيشن اللي هي اللي انا قدمتها لالاتحاد المصري في ديسمبر 2017 قطة اعداد او اناسف قطة استراتيجية ل بجاية 20-30 بجاية 20-30 وكانت الهدف منها ان احنا نمشي يعني كما احنا في الفترة من 1999 لغاية 2012 كان عندنا برضو مخطط استراتيجي برضو اللي صلع منه المجموعة احمد صلاح وعبدالله على السلام وعملنا فيه ربع عالم وعملنا الفرين الذهبي كان في عصر عصر مهم جدا الكرة الطيرة في الوقت ده في مصر بسمحولي ان انا باخد مصر لان هي دي الخبرات اللي احنا اكتسبناها وممكن نبقلها لناس في اسئلة لازم نسألة في الاول هي دي بتحدد لنا احنا فيه ما هو موقع المنتخبات المصرية تصنيف القعدة وزيادتها وعدد اللعبين المتاح للاختيار حتى الوصول للمنتخب الاول نظام المسابقات وعدد المباريات المتاحة قوة المنافسة في المباريات استمرارية عمل موظومة الاعداد في المنتخبات ما هوش عمل اللي هو قبل البطولة المجتمع لمدة اسبوعين وندخل نشارك لا الاستمرارية مقصود بها العمل بشكل مستمر العام والمتابعة الفعالة لحالة اللاعبين وجوب الاحتكاك مع الدول القوية ومدارس العالمية بشكل كافي ومناسب غيير اقليمية الاهداف اللي هي احنا مش هلازم نبقى بس اهدافنا ان نحن نقسب البطولة العربية والبطولة الافريقية او البطولات اللي حوالينا لكن لازم يبقى عندنا اه يعني تغيير للاقليمية الاهداف دي توجهات ومحدوديتها وتحولها العالمية ومراجعتها مرحلية كل مرحلة نشوف احنا فين افريقيا عربيا عالميا ونبدأ نراجع الكلام دا ونننفس بان الرؤية دي قامت على اربع أسس وخطوات دراسة الوضع والموقف الحالي اللي هي نوات القوة والضعف الموجودة مع الفرص المتاحة الحديات وضع هداف مستقبلية تكون محددة سهلة القياس قابلة للتنفيذ الواقعية ومتطبطة بخطة زمنية وطع استراتيجيات وخطط التنفيذ بشكل استراتيجي عايزين نعمل ايه والخطط في دعيتنا عشان نعمل ده هنعمله ازاي التقييم والتعديل أثناء وبعد التنفيذ مهم جدا بعد ما بدأنا ننفذ عندنا معايير للتقييم بيتم وضعها ومراجعة الأداء وتصحيح أخطاء وتعديلات خلال التنفيذ قدتهم الموقف الحالي احنا كنا في المركز الثلاثتاشر ندار الرجال في المركز في التصنيف العالمي المشئين تحت 19 سنة كنا في الثلاثتاشر وهكذا كل مرحلة المراحل العمرية بتاعة مصر كلها في كل الفرق كانت موجودة قدام مجلس الإدارة اللي هم المسؤولين وترفعت بعد كده لوزارة الشباب والرياض واللجنة الأولمبية وبقى هنا احنا موقفنا فين احنا فين موقف حالوين وي آر فحيبقى قدامنا عارفين هنا عندنا مشكلة في الانسات لأن احنا في المركز الاربعين في التصنيف العالمي عندنا حاجة كويسة ان الرجال كنا الثلاثتاشر قريبين جدا ومفروض ما احنا نبدأ نتحسن المركز المشيئين في المركز 13 ولازم كان يبقى عندنا تحسن قطة من كده وهكاسر التقييم ده ادينا أحنا فيه المطلوب انتقال من سياسة الكم إلى الكيف وتحسين مستوى الأداة تطوير منظومة المنتخبات واستعادت اللقب فيه كنا خسرنا اي كان وقعادة تقييم منها المنتخبات وتخطيط لانشاء منظومة تسمح لاستمرار العمل العمل طول العام يعني في نفس الوقت المنظومة دي لازم كلام ده هو من التكلم على استمرار العمل لازم نتكلم على الظروف المالية للاتحاد والفلوس اللي حدر تسمح نبدأ والتعيين مدربين مستمرين مهماش وفترات بس البحث عن عدد من المنافسات والحلول لبعض المراحل السنية لانكنا عندنا مشكلة في الاحتكاك في المراحل السنية ما هواش مستوى ما هواش عالي عشان نعايزين نرفع مستوى اللاعبين ويضمن استمرارية رعاية اللاعبين وستكماخ التطوير الخاصة بيهم تنظيم بعض الزمن حصل لها تدمير لعدم دراجة المسؤولين في الوقت عن ازاي ان هم يعملوا علاقات دولية محترمة وفيها احتكاك ورافع المستوى اللاعبة وبعد ما كان خلق فرص تسويق وده برضو هنشوف منه حاجة دلوقتي نعرف وبرضو احنا نفكر في المضوع ده ازاي والناس بتفكر فيه ازاي طبعا كل فرص التطوير الممكنة ده نازم يقفين لتسويق وناس مسؤولين عن الكلام ده يقدروا يسوأوا ليه في جول الاتحادات ويقولهم الفرص دي الناس متخصصين يعني بس بل التصوى من انتفاع مستوى الاحتكاك لأميتها وانتفاع المنافسة فيها وشهرتها العالمية يعني ده من حال قد نقدر دايما نكون منحتك كان فيها بعض التوجهات لبعض احساب بعض الاندية يعني مثلا نفترض جدلا بعض العضاء في بعض الاندية يبقى هدافهم عايزين يساعدوا نواديهم عايزين يساعدوا منطقتهم ده مدينتهم وهكذا والكلام هنا كان يبقى يجب يتوجه يرجع تاني لمصلحة البلد كلها مش لمصلحة الفرد او نادية بحس شكيل الانسب لو كان الاجهزة دي من خارج تأهيل كوادر التدريب في الاندية وده يعني بناء على العديد من المحضرات وزي محضراتكم بتعمله كده بنحاول نطور الناس بشكل اوضع طبعا الهداف العامة كلها حلية ظهرة قدامنا هنا تطوير وتوسيع القاعدة تطوير مسابقة المحلية تطوير نفس كلام نا قلته بس بقى محدد خلاص عندنا اهداف عايزين نحققها كل هدف من دول ليه حكاية كبيرة عشان من نحوض نطور عليك طبعا مسابقة المحلية تطوير المتخبات الوطنية والتخطيط الجايد لها تدعيم المشاركة وتنظيم المطلطة العالمية كبيرة وضع الهي المتابعة بشكل دوري ومهم جدا المتابعة دي لان بعدها بيحصل مع التقييم ده يحصل تعديل لبعض الاخطاء اللي بتتم تعظيم عائد بناء المنتخبات والاستثمار المنتخبات دي ان احنا نشوف يبقوا مسؤولين عنها والقنوات تنقل المباريات فالرعاب يبدأوا ييجوا في نفس الوقت الملابس يعني احنا في مركة المركات اللي هي المنزون بقت هي الراعي رسمي للاتحاد وحنشوف دلوقتي احد الافلام هي كانت الموضوع بقى اتحاد المصري احد الدول اللي كان بتلبس مركة نزول طبعا الملابس كلها كان بديجي بشكل ببلاش خالص كلها ما يشفن نشتري منها حاجة بدأت بحكاية بسيطة زمان والحمد لله تطورت لغاية ما بقى عندنا راعي للاتحاد لملابس وطبعا ده كان بيساعدنا كتير جدا ان التوفير اللي بيحصل ده بيتصرف على مناطق اخرى من الاعداد بناء وتطوير المنظوم الاعلامية المنتخبات وده امر اهم جدا اللي حصل قبل كده واللي كان دايما بيحصل في بعض الاتحادات او في نوادي او او اماكن ان الناس بتقلع شخص النجوم بتاعت اللي هي حقق النتائج ولازم برضو يبقى ده بشكل فعال وما يكون بياخدم الفريق ما هواش ضر الفرقة وحنقول برضو بعض الامثلة تدعيم وتطوير العلاقات دولية ده امر مهم جدا مع الاتحاد الدولي الافريقي الاتحادات الاخرى متقدمة متطورة هنا هنشوف ان الشرط اتعاملت كل العلاقات اللي هي لها علاقة ببعضها ده تظهر قدام يعني مثلا تطوير القاعدة بقى العمل قاعدي في المناطق والاقاليم وده تحتي موضوع كبير جدا اللي حصل عليه اكتماعات كتيرة منها ان احنا اكتشفنا ان كل الصعيد عندنا والمناطق اللي هي القرة اللي هي بسميها المدن اللي هي غير قاهرة وتجيزة واسكندرين اغلبهم ما عندهم ش ميني فولت فده كان موضوع مهم لازم يتطور استحداث بعض البطولات عشان تقدر تساعد على رفع مستوى اللاعبين عبارة ما يوصلوا بالمراحل السمنية اللي فوق وبنفس الوقت حتى اللاعبين اللي هم في المستوى العالي يبقى عندهم احتكاك كافي عشان قبل ما يدخلوا المسابقات كبير تطوير الجهزة فنية ده مهم جدا عشان خطر المدرب اللي هو المحلي او حتى المدرب اللي جاي الدولي يكون على مستوى عالي يقدر يدي اخر معلومة فنية مطلوبة منه يعني يقول عليه للفرع اللي هو بدرا علاقات مع الشركاء الاستراتيجيين مين هم الشركاء الاستراتيجيين ازا كنا احنا اتحاد فالشريك الاستراتيجي بتاعي هيبقى لجنة الاستراتيجية وحيبقى الوزارة الشابة برياضة وفي نفس الوقت بعد الشركاء اللي هم الوعاء الاندية طبعا وكل من كوناتهم بلعبينهم وكذا وغير ده من كل الشركاء اللي ممكن تحديث الموضوع برضو كان فكرة من الافكار كانت مشتوطة هي موضوع الحلم المصري ده زي خطة لتنمية العناصر الوعيدة على مستوى الدولة ومع دين طبعا ده كان موضوع اهم جدا البرنامج المدراسي وهي طبعا انا اعتبر ان ده تطوير القاعدة اهم مرحلة واهم نقطة موجودة في كل نقاط هي تحط في الاخر لكنها للاسف متأخرة جدا في مصر لكن البديل عنها اننا عندنا اندية عددها كبير جدا وقاعدة كبيرة جدا داخل الاندية لكن في نفس الوقت المدارس هي احد اهم المصادر لتطوير القاعدة منيجي بعد كده للبند التاني او الاكسس التاني اللي هو المصار التاني احنا نتطوير المسابقات المحلية تطوير مسابقات تنظيم بين المسابقات والمنتخبات تنسيق بين المسابقات تشارك بشكل النشئين والشباب يعني تشاركوا بشكل مباشر وده معمول في بعض الدول الأوروبية معمول في فرنسا معمول في عدد من الدول الفرق بتشارك كفريق منفصل داخل الدول يعني في فرنسا بيلعبوا بهم في الدرجة التانية كفريق منفصل منفصل نشئين بتاح هم بطولة المنتخبات الاقالين والمناطق دي كانت بطولة موجودة في مصر لفترات طويرة كل مدينة بتعمل المنتخب لها ومتخب اللعب بطولة المناطق دي كانت مهمة جدا جدا ما هيش للأقالين الكبيرة لزاي الطاهرة اسكندرية لكنها كانت مهمة جدا للأقالين اللي في الصعيد عشان يتواجدوا على الساحة ثاني اختكوا وبرضو هنا فكرنا في قصة تطوير المنتخبات الوطنية ده كان مهمة يعني سقيلة جدا ان عادة هيكلة الأجهزة الفنية الإدارية ووزنات المنزانات المطلوبة سقل المدريب المنتخبات لوائح منظمية شركاء من الاتحادات والأهيئات تطوير المكتب الفني اللي هو بيخدم على المنظومة المنتخبات دي اللي هو بيتركب كل الكاملات وكل عناصر تطوير المنزانات بتاعتها والخطط بتاعتها والداتا بتاعتها وينظمها وينقلها لكل اللي هما بيتعاملوا معها فيها إذا كان مجلس إدارة أو الجهزة فنية أو مسؤولين جوا الاتحاد ولعبين برس لأن دلوقتي الموضوع بقى صعب جدا بقى فيه اختبارات بتاعت وبقى فيه اختبارات اللي هو زي الخداع يعني من المتابعة لكل اللاعبين بشكل مستمر وفي نفس الوقت الاتحاد الدولي عنده العديد من البرامج اللي بتتعامل في المكتب الفني ده أنا باعتبر أنه هو دي الغرفة هي مظلمة اللي بيتحرك كل المنظومة الرياضية الخطيرة ده جوة الاتحاد يعني لأنها لازم يكون فيها ناس محترفين وعلى دراية جديدة جدا عشان يحققها ومتين مميزة طبعا في الاندية يبقى ده ممكن يبقى بيستعيدوا عنه بلجان أو النشاط الرياضي اللي موجود في النادي بيبقى جوة ناس متخصرين عشان يديروا للمنظومات آخر حاجة هي المشاركة وتنظيم في السايت ده مشاركة وتنظيم وتراثة العالمية كان عندنا هدف منظم بكتوبة العالم للشباب تونس حد دول يدي اللي نشئيين للشباب 2019 ونفسقين 2021 فما خدماش في مصر 2019 وخدها دولة التحاد دولي ادانا بطولة النشئات فكانت استعوضا عن 2019 وتبانى فيها فريق قوي للنشئات اعتقد انه حيبقى جيد مهم جدا لمصر في المشتقبل وبالصدفة احنا كنا دعنا في المرحلة دي نظمنا نفسيا احنا ممكن ننظم بطولة فبانينا فريق مميز جدا للنشئين وحصل على المركز الرابع في 2019 بطولة كانت في تونس ده كان بطولة العالم من نشئين 2021 دي حنطلوبها للتنظيم برضو في المنطقة الفترة الجاية او الاتحاد استقر والهدف الخطير بقى هنا وعايزكم تفتكروا معايا السلايد ده والجزء ده بطولة العالم للرجال 20-30 والبطولة دي لم يتم تنظيمها في المنطقة العربية ولا الافريقية ولا الشرق الاوسف من قبل بالغ طائلة وامكانيات جبارة عشان التنظيم فاذا كنا منفكر في مخطط استراتيجي يعني يبقى لازم واحنا منحط عندنا هدف بعيد 2030 نحط ان احنا ممكن ننظم بطولة كبيرة زي دي ونبدأ نحضر له فرق من 2017 عشان بعد 13 سنة من اعداد بعض اللاعبين اللي هم مسلا من 19 او من 20 هيبقوا في الوقت ده عندهم 28 29 سنة يكونوا في قمة العطاء بتاعهم نقدر ساعتها نكون وصلنا المرحلة من المناسب وبالتالي المراحل دي كلها حبان واحنا منوريكم انا واردوريكم دلوقتي اه التكرة زي بعض البطولات الاخرى زي دي مشاركة بقى في البطولات العالمية او استضافتها في مصر بانواحها عشان حقق ده عندنا مجموعة من المصيرات التانية اللي هي وضع عائلية المتابعة كل انواحها قليات المتابعة فعالة تقرير دورية مجلس ادارة متابعة لعيم المنتخبات بشكل مباشر العائد بناء المنتخبات والاستثمار تعظيم العائد ده والاستثمار الجيد تعظيم القيمة السوقية الملابس الرياضية وده امر مهم جدا لان ده امج بتاع الفرقة لازم كلها تبان بشكل واحد وفي نفس الوقت بمستوى عالي لان الملابس دي يعني بيتم تصميمها في الشركات العالمية عشان تبقى حاجة من حاجات اللي بتساعد على النجاح وعلى الانجاز وعلى الفوز لان يعني الشكل بتاع الفريق والديزاين بتاع ويبصوا على اليابان بالذات بالتحديد بتلعب في القصة دي بشكل جيد جدا المنظومة الاعلامية للمنتخبات وده امر مهم جدا تطوير المنظومة العالمية للمنتخبات عشان نستعرق المنتخب ده بيستعد بايه من اسماء اللي عمين بتوعه بتايجوا ايه وهكذا عشان يتابعوه النهاردة لما حققنا المركز الرابع وكان الوزير بكرمنا اكتشفنا حاجة جميلة جدا عشان حصل يعني تطوير المنظومة دي الوزير قال لي كلمة مهمة جدا هو دكتور أشرف صبحي قال لي ان نفس الوقت ده كان اليفاري الهندبول كسب بطولة العالم للنشئين وكسب مركز دالت للشباب قال لي الحاجة الغريبة جدا ان المنتخب المصري للنشئين اللي هو احد رابع عالم عندهم هم غرف لقياس الاهتمام هو في التواصل بقى الاجتماعي والحاجات دي وكده عندهم في الوزارة الغرف دي بتقيس حالة الاهتمام بالمنتخب المصري للنشئين كانت غير عادية وفوق الوصف لأن المتابعة كانت مش طبعية ونسأل المتابعة كانت عادية جدا لأن اللي حصل نعمل فترة من الفترات بدان نعمل الفرقة دي نوع من أنواع والاتحاد كله أي نوع من أنواع المنظومة العالمية كانت تشتغل عليها بشكل جيد وإيجابي من غير تضخيم ومن غير ما نروح لأشخصيات والأشخاص ما نمتكلم على الأحداث نفسها وعلى المنتخب نفسه وعلى المنظومة كمنظومة مش بنفكر ندور على أشخاص والسبادة شخصية من الأحداث معايير موضوعية متوافقة التواصل الاجتماعي وموقع الاتحاد تغطية تلفزيونية الإزعائية بقدر المسطعة لأنه طبعا كده هو المنقدرش تعمل الكلام ده وبعدين بعد كده التطوير اللي هو هي حمالية وده أمر مهم جدا طبعا واحد حيجي يقول لي طبعا احنا ما عندناش إمكانيات مدية على فكرة نتحدر مصر في قواتف تري جدا ما نبقاش عنده إمكانيات مدية لكن لازم نكون فكرية دايما نفكر برا الصنوق والاستغلال الإمكانيات المتاحة أفضل يتحط اللواية حمالية للمنتخبات مناسبة حتى لو كانت قليلة لكنها يعني الفلوس قليلة يعني لكنها لازم تكون فيه لايحة تقدر تكون منظمة للعمل يعني ربط اللواية حمالية دي مع مؤشرات الأداء التنفيذ خلال فترات الأعداد للمطولات الأعداد والمطولات الاثنين عشان نعرف عندنا آلية للتعامل مع اللاعبين والسيطرة عليهم وراحل التقييم يعني أقل شيء يكون فيه لوايح منظمة للمنطقة دي يعني حتى يعني زي يقول أقل شيء تدعيم وتطوير علاقات دولية تطوير علاقات دولية مع الاتحاد الدولي والأفريقي التطوير ده الحمد لله احنا حصلنا على مدرب من الاتحاد الدولي المميز جدا برازيلي مسك منتخب البنات المشاءات اللي كان عندنا طورة العالم بتاعته إضافة كبيرة جدا والراجل أنا شايف أنه هو أدى أداء جيد جدا التفقيات التبادل والتعاون دي الحمد لله الواحد عنده علاقات طيبة جدا جدا على المشتوى العالم كله فاستفدنا بالكلام ده وعملنا يعني نوع من الانواع تطوير التفقيات دي بشكل جاي جدا حطينا زي برنمك زمني بكل المراحل السمنية فحنيجي نبص من الفئة العمرية قدامها ولازم قدامها يكون في 2018 كان هتلعب في 2019 هتلعب الفترة العمرية دي هم نشئين المواريد 2001 2002 بقوا حيلعبوا في 2004 2003 فرقة تانية هي هتبقى الشباب ويطلع فرقة نشئين جديدة فرقة نشئين جديدة لازم نكون عارفين عندنا لهم بطولات وهكذا المهم لانا صدق عندنا برنامج زمني بكل مرحلة عمرية معروف هي عندها بطولات والأهداف بتاعتنا وإحنا ندر نفصل للكلام ده الزهر نفس الحكاية برضو بالنسبة للسيدات برنامج زمني لزميع منتخبات الصلاة للسيدات والشابات والنشئات من 2018 2021 ده كانت عمل وقتها وهنا هنبص نلاقي ان احنا يعني كان عندنا المنافسات كلها موجودة قدامنا وهنا ده برنامج زمني بس للبطولات نفس الحكاية برضو حطينا نفس البرنامج الزمني للأجبال والشبلاد اللهم العناصر تحت النشئين والنشئات يعني اللي هم بيبقى عندهم خمساشر سنة فلاول مرة كان اللي بتحب يشتغل مع الفرق دي تحت السن من خمساشر سنة النهارده مصر عندها فريق جديد غير النشئين اللي عام الرابع عالم عندنا فرقة قوية جدا جدا بإذن لحك حق نتيجة برضو اتمنى تكون عالمية بس طبعا موضوع الكورونا ده وقفة فيها لعبين مميزين جدا جدا بدأ اعدادهم قبل البطولة الافريقية والعالمية بسنتين فده طبعا فرصة كبيرة لمعرفة كيان الفريد ده وطبعا في الوقت ده القاعدة بتبقى أوسع شوية بتبقى 40-50 لعيب بدوصلوا للمراحل ان هم بيشاركوا بطولات رسمية العربية او الافريقية او العالمية بينزل العدد 20 تقريبا او 15 قطوات تنفيزية بقى نازم بيتم التقدم لإستضافة بعض البطولات احنا تقدمنا المطولات العالمية للمشيئين والشباب في الاخر الاتحاد قدامنا بطولة العالم المشيئات التقدم في المستقبل بسم الله لإستضافة بطولة العالم من كرة الطائرة عشرين وثلاثين وبالمناسبة طبعا انا مرة قابلت لسيد فراس الفالح اللي هو رئيس الاتحاد التونسي في اجتماع من اجتماعات الاتحاد الافريقي وقلت له احنا عندنا فكرة في الاتحاد المصري نحن ننظم بطولة العالم في عشرين وثلاثين عندكم استعداد من يحصل مشاركة بين مصر وتونس لتنظيم البطولة دي وانحنا نبقى يعني البطولة تقام في بلدين لان طبعا هم الاتحاد اللي يطلب ببالي الخرفية فطبعا لقيت تجاوب وترحيب من قاطع النظير هو طبعا ينسان محترمه جدا محترم عقله جدا هو ينسان محترم جدا وعنده يعني رؤية ثاقبة استحداث بعض البطولات الإقليمية برضو ده احنا اشتغلنا عليه شوية في الاتحاد العربي في الاتحاد العربي قلنا لهم بس ما حصلش حاجة لكن الاتحاد الافريقي كان لواشك مننفذ بعض البطولات يعني الحاجة اسمها الدوري العربي الدوري الافريقي بدل الدوري العالمي عشان يفيد والجزبال الاندية والمتخبات عشان يفيد نرفع شوية مستوى المنافسة وزيادة عدد المباريات القوية اللي بيخطع عليها اللاعب خلال السنة لأنه عندنا معدل ولسه كنتقول للأخوي علاء الكابتن علاء يعني بيقول له اللاعب يحتاج من اربعين لستين مطش قوي في السنة فلو ده ما توفرش بيبقى عايزين لازم نستكمله قبل اي بطولة كبيرة حيحتاج فيها اللاعب ومطلوب منه النتائج فعشان كده استحداث البطولات دي اللي انا بقولها وبرنا متنفس الوقت بعض استحداث بعض البطولات الدولية والاقليمية عندنا التقدم استضافة نهاية الدوري التحدي اللي هو اللي هو استحدثوه جديد بعد ما لادوا الدوري العالمي عملوا اللي هو اللي هو دوري التحدي فمصر برضو تقدمت عشان بتصديف منها احد البطولات دي وبردو استضافة البطولات عالم المشئين الشاطئية ده يمكن برضو كان عندنا تجاه والتحاد دولي كان عنده فكرة انه هو ييجي بس الظروف ما سامحتش وبعد البطولات الشاطئية المشروعات الكبيرة التي تقومها الدولة المستثمرين في تنظيم بطولات عالمية وده مهم جدا لان لو كانت الدولة هي اللي بتطع عالمشروع ودمن خطة قومية يبقى عندك فرصة كبيرة ان انت تقدر تصرف على المشروع ده وتبني يعني منظومة وفرق من خلاب فده موضوع برضو مهم يمكن يعني طول شرح بالوقتي بالنسبة لل كرة الطالة الشاطئية برضو تبزم مجود خبيل جدا اعيد هايكالتر او يعني تحط خطة مخطط لهايكالتر لفرق النشئين والشباب والرجال والنشئات والشابات والانيسات والاول مرة بقى عندنا منتخب في الوقت ده المجموعات اللي احنا تم اختيارها بالنشئين والنشئات واللي قابليهم اللي هما للأشبال والشبلات الزيادة اللي فيهم ودناهم عشان يبقوا هما المجموعة اللي تم اختيار منها الفرق الكرة الطالة الشاطئية للصغار اللي هما للنشئات والشابات ومن الشباب دول طلع من هنا منهم في السنة دي بطلت يعني فرقة هي كان بطلت أفريقيا للنشئات وفرقة طلعت التالت في أفريقيا للنشئات واستمروا بنفس المعدلات دي في المراحل اللي بعدها بدأت بنية ناقصه قاعدة في الكرة الشاطئية للصغار برضو بعض الموضوعات اللي كانت مطروحة للمناقشة اعداد المنتخب الأول مشاركات المنتخب الأول مطلعات العالم اللي الجماعات المشاركة فيها فرص التعاون مع الدول الخارجية والعربية مناقشة موضوع مرضانات الصغار وهكذا فده كان دي كانت زي ما نقول عليها يعني زي مخطط استراتيجي لعشرين تلاتين اللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي عايزين بقى نعمل نشوف الكلام ده بتاعه ازاي اللي هو التفاصيل بتاعته ممكن تتم ازاي وحيشتح لنا الكلام النظري احنا عاملين نقوله بقى له شوية انترى انت شايف اكو يعني بينفتح حاليا ممكن بعد ما انفتح عندي 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 مخطط هي خطة تطوير الاستراتيجية رؤية عشرين تلاتين نعم هو يعني ممكن بينفتح سكاتن شريف احنا ممكن اللودينج هو دلوقتي مشفى شوفا كده مظاهرة تمام تمام طيب انا اللي هماني هنا جماعة عايز اقول لكم ان الكلام اللي احنا عملناه في تفصيل واحد وعشرين ورقة موجودين دلوقتي حمش هنشوفهم طبعا كلهم لكن حدي منهم حوري ان الدنيا بتمشي ازاي في مخطط زي ده نحن شايفين قدامنا بنشرح نقول الهداف العام اللي احنا قلناها في التفصيل وتحتاج للتخطيط وفي نفس الوقت عندنا دورة التخطيط السليم احنا قلناها اين نحن ما هو موقفنا الحالي عايزين نوصل فين انا بشاور على حاجة اهو ونحقق اداة ازاي وفي النهاية نتأكد هال حق انا اهدافنا ولا لا وحطينا الرؤية المستقبلية رؤية اهداف استراتيجيات خطط التنفيذ وبعدين بعد كده حطينا شوية اهداف عامة كده وشتغلت كل موقف الحالي اهو والدي استراتيجية برضو عندنا في ايه اهداف الاستراتيجية الشرحة بتاعها كلها اللي احنا شوفناه من شوية اللي انا عايز اوصله هو اللي جاي ده البرنامج الزمني اللي هو اللي احنا برضو زي اللي احنا شوفناه من شو زي البرنامج احناعمل ايه في خلال اه اربع سنوات مساء بعدين هنا ده كلام المهم جدا بقى عندنا مسلا المنتخب الاول عندنا اهداف عاجلة قريبة الاجل الفين وتمنتاشر الفين وتسعتاشر تجديد منظم في الفريد بدخول بعض العناصر الجديدة الاصغر سنة بعدد محسوب والابقاء على العناصر القادرة على الاداء من اصحاب الخبرات ومن العامين من جيل الوسط يحتوي التشكيل على ثلاث اجيال باعداد مناسبة طولات اللي حنشارك فيها كذا وكذا وكذا نوصول لأفضل نتائج تكون كذا هداف المرحلة دي معروفة ايه الفوز ببطولات افريقيا الاداية الجاية في البطولات العالمية التجديد المرحلي والانتقاء جاية لعبين اه المنسبين للمرحلة طبعا حيجي واحد يقول لي طب بس انتو عملتو ايه هل نجحتو الحقيقة احنا كان عندنا مشكلة كان المفروض المخطط ده يبتدي في الفين وترتاشر للأسف المجموعة اللي كانت موجودة لم تقوم بدونها وتأخر التجديد ده اه المنزم يعني اللي هو مخطط اربع سنين او اكتر او دخلنا في خمس سنين فبالتالي المرحلة العمرية اللي في النص دي سقط منها اه العديد من من فرص الاحتكاك والبناء ودخول اجيال جديدة على المنتخب الاول فبقت فيه صعوبة اكبر للعمل اللي كانت جديد ده وده واجهناه بشكل كبير جدا في فصفيات الولمبياد في عشرين وعشرين ظهرت المشكلة الحقيقية في الوقت ده عندنا في نفس الوقت اللي كتبت هم ان المنتخب التاني في نفس الوقت اللي هم في الفين وطمانتاشر 2019 عاجل وقريب الاجل قلت اللي هم موليد تلاتة تسعين واربعة تسعين وخانسة تسعين ستة وتسعين يشاركوا المطولات العربية رجال والعالم للجماعات والعربية للجماعات والوصول لأفضل نتائج وهكذا هداف المرحلة لكوز بالبطولة العربية منافسة في كذا وكذا نفس الوقت مقطب ضرده اللي هو الفين وطمانتاشر 2019 اللي هو قريب الاجل اللي هم منقول عليهم منتخب تلاتة عشرين سنة اللي هو سن من الموليد سواعة تسعين وثمانية تسعين وقتها بطولات عربية وكذا والمشاركة هاها هداف المرحلة لكوز بطولات عربية ومنافسة في البطولات الجماعية وهكذا لان في السنة دي ما كانش فيه بطولة لتحت تلاتة عشرين سنة لكن كان ممكن استخدامهم للمنتخب التاني او فريق منفصل على المنتخب التاني بيجاهز ليه منتخب الواحد وعشرين سنة كان عندنا هدف عاجل وقريب الاجل كان لازم يكسب افريقيا ويشارك في بطولة العالم الشباب مع التقدم للصدافة للبطولة في مصر وهكذا ليه احنا كنا عايزين يتقدم للصدافة للبطولة في مصر لان احنا الفريق ده كان طالع سادس العالم في النشئين في البحرين في تقريمة 2017 أو 2016 أو 2017 فكنا عايزين ننظم مطولة في مصر كحبقة فيه فرصة في عناصر وعادة في الفرقة دي وهكذا الاهداف المرحلة دي بطولة افريقيا تحقيق نتيجة طيبة في بطولة العامل تجديد المرحلي وعادة التاسم وعادة انكالة الفرقة وضم عناصر اخرى وزيادة القبرة وهكذا تخب نشئين عاجل وقريب ده فرقة موليد 2001-2002 نحن عملنا بيها رابع عامل عملت اعداد حوالي سنتين وكتابنا كده نتلازم بناء جيل جديد حديث بشكل علمي ومنهجي والوصول لأفضل نتائج في المرحلة الأول مع بناء مع اخذ في الاعتبار ان الفريق حديث التكوين وانا صديع وصف هذه المرحلة المرحلة منها منحلة بناء فريق جديد للمستقبل لتواصل عمل البناء لفريق الوطن الأول الفوز بمطبط افريقيا ده الاهداف والوصول لأفضل مراحل في بطولة العالم وانا يميز بناء فريق قوي جديد للمستقبل من اللاعبين الجدد ووضع خطر تطورهم وزيادة خبراتهم بأفضل وإشئهم هام جدا ده بقى الفريق اللي بعديه اللي هو منتخب الأشبال الأمل اللي هو كان أصغر من العام الرابع عام اللي هو كان شغال في نفس الوقت وهو دلوقتي منتخب النشئين المصري حاليا في السنة اللي أنا بتكلم فيها هو موليد 2003-2004 كان الهدف ان نحن منحقق فريق عشان نستقبل ونعمل على استضافة بطولة العالم 20-21 والشباب 20-23 وبداية مرحلة من تكوين جيل قوية استطيع منافسة على الصعيد العالمي بحلول 20-26 وفي حالة تكوز مصر بتنظيم في 20-26 حيبقى باين ممكن ننظم بحر أبيض ممكن نخطط لتنظيم بطولة العالم 20-30 بس يبقى ده حيبقى باين من 20-26 هنطلب وإحنا عندنا فريق قوي وعندنا كيان نقدر نبني عليه ولا لأ ونستطيع ووصف هذه المرحلة بأنها مرحلة الخطوات الأولى أو الحلم الكبير بالعالم من ننظمة تخطيط السليم يتم بناء عناصر جديدة واعيدا لمنتخب الأول مرحلة قدر هداف المرحلة دي لسن مرحلة السن الأمرية دي توفير احتكاك مناسب لهذه المرحلة السنية وتوسيل قاعدة في الاختيار والوصول لمئة لاعب لغاية من الأقايم كلها تجديد مرحلي وبعدين متابعة مستمرة لتقييم واختيار العاصر الأفضل والوصول نيجي بقى روحنا لمرحلة تانية بعدها متوسط الأجل عشرين واحد وعشرين منتخب الأول رجال في الوقت دي حصل هنلاقي تخديد جزء هنبدأ نشيل مجموعة ناخد مجموعة عناصر المنتخب التاني متلاحها لفرير أول الكلام ده مش ماشي بالمحبة كده المهاردر بحيت بعمل أو محبش ده ماشي بخطة زي ما احنا شايفين والمفروض انها كانت مخططة التفاصيل واهدف المرحلة دي ايه والمراحلات الفنية هنلاقي مراحلات الفنية مثلا نقول مثلا عندنا كل مركز دقاط المسلمين مش عارفين من اللاعبين جيل 83-84 سيصبح 37-38 سنة جيل 87-88 سيبقى عنده 33 سنة عندنا مراحل دي فيها بعض اللاعبين في بعض المركز مش موجودين خلاص فمحتاجين نحن اهتم عندنا مشكلة مثلا في مركز صناعة اللاعب بعد عبدالله وبعد حسام يوسف المستوى باقي اللاعبين أقل شوية فلازم نبدأ ننزل للموضوع ده ونكون اللاعبين بنفس المستوى الجاية نفسي حكاية برضو في المتوسط الأجل منتخب شباب تحت 21 سنة اللي هو كان حصل بالداد على المركز الرابع في بطولة العالم نشيئين فكان محطوط له مخطاط لهو وبعدين بعد كده أهداف المرحلة دي بالنسبة للفرقة اللي بعديهم اللي هي منتخب النشيئين اللي هو 2003-2004 تنظيم بطولة العالم في مصر ومفروض الاتحاد المصري كان يتقدم لتنظيم بطولة دي وبعدين في نفس الوقت يبدأ بقى يعمل فريق جديد 2005-2006 في مرحلة نتوسط الأجل دي ويستمر التكوين ده الجملة اللي جاية دي مهمة جدا جدا اللي سلايد ده مهم لأننا حيبان فيه احنا الخطة دي الهداف المرحلية تحتها كانت ايه منتخب الأور الرجال في المرحلة بتاعة طويل الأجل من 20-22 إلى 20-26 يثبيت عناصر الفريق وبعد خطة تنوحة لأعداد فريق وبعد تتوز بمتوسط الأفريقية وتقالي الأولمبياد للوصول لأفضل نتائج أولمبياد وبعدين بعد كده البطورة العالم 22 ثم الأمداد في 20-24 والعمل حتى 26 ذلك تحضير للهدف الكبير لتنظيم بطولة العالم الرجال 20-30 والمشاركة الفعالة في كأس العالم من الطائرة 2023-2025 وحتى 20-29 وخلال هذه الفترة يكون تم تجديد المجموعة الأخيرة المتبقية آخر مرحلة من اللعنين اللي لدينا تقدمه في السن وهدف المرحلة دي حتى زي ما احنا شايفين كده استكمال آخر مرحلة تجديد الجوزي وتثبيت عن عناصر الجديدة والحفاظ عن السنف العالمي وحيبقى عندنا جيل 87 88 في الوقت ده حيكون وصل ل35 سنة فبالتالي حيبقى الهدف نحن نتدخل بقى الأجيال الأصغر لغاية ما نوصل للهدف الأهم بالنسبة لنا اللي هو بعيد الأجل اللي قدامنا ده تطبيقى نظام متابعة والسعي لتنظيم بطولات العالم اللي جاء لعشرين تلاتين الشباب اللي هم مواليد 2003 2004 في 2030 حيبقوا عندهم 27 28 سنة الشباب اللي هم مواليد 2001 2002 اللي طلعوا رابع عالم المركب تشريك اللي هم اللي هم حققوا رابع عالم مواليد 2001 2002 دول حيبقوا في 2030 عندهم 29 و30 سنة فالأربع مراحل سنية في الجيلين دول حيبقوا هم مع بعض العناصر الخبرة اللي هتبقى بقى 30 سنة مع بعض العناصر اللي هي متميزة من 2005 2006 الصغار السن اللي تحت 25 26 سنة وانت نازل هم دول اللي هيبقى المفروض تم التخطيط ليهم لوصول لفريق قوي يستطيع على المنافسة في بطولة يتم تنظيمها في مصر طيب واحد يقول لي هتنظر بطولة في مصر ازاي هو انت عندك بنية تحتية لتنظيم الكلام ده هنلاقي طبعا نفس المخطط اللي احنا عملنا ده عملناها للسيدات بكل تفاصيله وعملناها برضو للشبلات وكل ده وبعدين بعد كده اتعامل برضو منه للشطير السؤال اللي انا سألت دلوقتي سؤال مهم جدا هل يعني مصر حيبع عندها فرصة يعني زي بنية تحتية تنظم بالطلاب كبيرة زيادين نعم حنلاقي عندنا هنا حاجة مهم جدا جاينا اه 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 لحب اول Wine شوف كده ظهرم تالي مش كده طيب احنا برضو لازم نبعارفين انه انا بفكر في المخطب ده وبقدمه المجلس دارس الاتحاد واكب ده الدولة تبني دلوقتي عاصمة ادارية جديدة العاصمة دي كل اللي شافها وكل اللي راح زارها اتكلم على انها عاصمة حديثة بكل ما يعني معنى الكلمة وفيها امكانيات جبارة وحاجة على احدث العاصمة العالمية وحتى تبقى مبهرة جدا للعالم كله ومبني جواها مدينة اولمبية ده شكل الملعب الاولمبي اساسي اللي المفروض انه هو حيقام عليه بطولة العالم او كاس العالم الهندبول 2021 السنة الجاي المدينة كلها اللي هي العاصمة الاجرية الجديدة دي لم تفتح لسه هي خلص منها مجموعة من المباني او المناطق حينتقل ليها كل الحكومة كلها كل الوزارات كلها نفس الوقت عملي حسابهم انه حيقام فيها بطولات كبيرة تصل الى بطولة دور اولمبية تنظيم دور اولمبية منها ده الملعب الولمبي الموجود وفي ملاعب موجودة وامكانيات على اعلى مستوى فده اللي خطر في بالي ساعتا احنا ليه من احلمش ونحطط لنفسينا ان عبال ما نوصل لـ 20-30 هيكون الكلام ده من 20-17 تكون المدينة دي وصلت لمرحلة من المد وامكانيات ويكونوا برضو هم يعني في الوقت دا بيكونوا لسه والرعاة بيدوروا على زي تسويق المدينة وتسويق امكانياتها الفاعلة لان المدن دي طبعا ما تتبينيش في سنة ولا اثنين لكنها هي هتخلص جزئيا في 20-22-23 وحتبدأ يعني في التطور ونقل المنشآت لها الكبيرة والمنظومات الكبيرة لمدة مثلا 3-4-5 سنين كمان في الوقت دا احنا نكون من احنا مناخد بطولة العالم نطلب تنظيمها اذا كان عندنا الفريق وكان عندنا الاتحاد المستقر وكان عندنا الدولة بالتعام ارضو تكملة الاخر حاجة خلاص سنحقف بعدها هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل تنطلق أن تشاهدين الفيديو ده؟ تشتغل قدامك؟ لحد الآن ما اشتغل بس ممكن إذا أكو إخوان عدو منك ممكن أسرع أنتم نشتغل الفيديوين هكذا لا لا أنا هليه اشتغل بقى اشتغل كده؟ قدامك ميزونو؟ تمام تمام طيب الفكرة يا جماعة أن دي طبعا أنا مش دمش إعلان ولا حاجة لكن دي ماركة ملابس عالمية مشهورة يابنية طبعا ميزونو الفكرة بدأت أن ده جزء من الأجزاء اللي احنا متكلم عليه في موضوع رهاية يعني حاجة من الحاجات من الفرقة دي أو الشهركة دي احنا في وقت من الأوقات بس كان قديم شوية في الفين وتسعة عالفين وعشرة حصل تواصل مباشر مني أنا شخصيا مع الشركة وكنا بنشتري كمية ملابس بنشتري جير عادية فكررنا الاتحاد طبعا مشكولنا في أيامها قرر إن هو بفكرة طلعت من طرف الجهاز الفني يعني نحن نشتري الماركة دي بس وبعدين نبدأ نطلب منهم بعد كده رعاية الاتحاد وده حصل على المنجحنا وفي أول كمية شراء قطينا من المنتخب الأول وبعدين بعد كده السنة اللي بعدها في بطورة العالم اللي هي اللي احنا هنشوف دوقتي الملابس بتاعتها الميزونو دي جات لنا وقدت كل الملابس بكل الأحزية بكل الستافول والشرابات بالركب بكل كل حاجة للفريق وما هيش بس البطولة واحدة لموسم كامل وده كان يعني مبالغ طائلة لما حسابت أنا المبالغ لقيت إنها أضرب كتير جدا 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 من إن إحنا استثمرنا وبقت خلاص من ساعتها من ألفين وعشرة ألفين وتسعة عالفين وعشرة المنتخب المصري بيربس ميزونو يمكن في النص بسبب برضو عدم استقرار الاتحاد رحنا لمركم الملابس الإطالية وعدا رجعنا تاني للميزونو الغد الوقتي وغد الوقتي الميزونو مع الخارج كل مرة يبقى ليها دعم للاتحاد بشكل جيد لكنه في الفترات الأخيرة دي عشان الموضوع ما كانش منظم قوي برضو بقى شكل جزئي مش كامل لكن في كل الحالات اتحاد رازال هو رائع التاعه في الملابس الرياضية ونزونو ونشوف مع بعض البديو ميزونو فليبول تي بي ترابلت إلى إيطالي في تقريبات ميزونو ميزونو فليبول تي بي ميزونو ميزونو فليبول تي بي أشخ، كان بيزاى محزوه ميزونو عاما للتأكيد انظروا على ايجب الشائح الأول كان ميزونو فيه باستفاة المال في تقريبات ميزونو المترجم للقناة 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 الشاطئية بقى ثلاثة انواع والاندور وفي نفس الوقت هنا في رجال وهنا سيدات وهنا رجال وسيدات والاربع اتحادات اربع اربع اجزاء بنحقق فيهم نتائج حاجة المهمة كمان ان انا يعني كنت مسؤول عن الادارة الفنية في الاتحاد المصري كان تحت في بعض الاوقات كان تحت مسئوليتي من اتناشر لاربعتاشر فريق بيشتغلوا على مدار العام طبعا ده عدد كبير جدا جدا والصرف على على يعني منظومة لعبين بالحجم ده ده كان امر صعب جدا لكن كل اللي قدر اقولوا ان كل ماشي بيقدر نعمل ده غير بناء على مجموعة من المحددات بسرعة يعني طبعا الوزارة بتدعمنا والدولة بشكل جيد جدا وهم فاهمين كويس هما بيدعموا لعبة بتحقق نتائج ففي نفس الوقت عندنا الاندية لها كدعم بشكل جديد جدا طبعا احنا عندنا الاشتراكات الاندية والانتقالات اللاعبين والرسوم الاتحاد اللي بتحدي يحصلها من الاندية بتعمل ده كجيب دينا نروع على الاتحاد بعض البنوك وبعض الشركات اللي ممكن تكون بتدي دعم الاتحاد فده بشكل عام هو المصار اي حد يقدر يتكلم يقول لك لا والله ده الاتحاد المصري غاني لا ده الاتحاد المصري مش غاني المسألة دي نسبية لكن في كل الحالات احنا بقدر مستطيع كنا بنحاول نتعامل مع المبالغ المتاح او التمويل المتاح بافضل شكل ممكن اللي انا عايز اقول لك ان انا برضو واحد من الناس وانا بفكر دايما بفكر برا السندوق فتقريبا 80% الاكتر من 80% من اتفاقات طبعا ده مش كل ناس هيتوفر لها ده لكن امكانيات نجاح الشخص نفسه والمنظومة في الاتفاقات دي ان 80% من اعداد كنا بنعمله بدون مقابل يعني انا مع المتاحب المصري تصفيات تصفيات الاولمبياد قبلها احنا رحنا عملنا معسكر في الصين المعسكر تذاكر الصفر بالاقامة بكل حاجة هناك حساب الاتحاد الصين وده امر يعني لما حد يجي فكر فيه يقولنا حصل ازاي حصل طبعا متوفير من ربنا وفيه شطارة حصلت في النص ان احنا قدرنا ندخل في التفاوض او الشخص اللي يتكلم هو قدر يدخل في التفاوض بشكل كويس الحمد لله نجحنا فيه نحنا نوصل للنتيجة دي طبعا الكلام ده برضو كان الاتحاد المصري والفرين المصري عمل اداء جاية في كاس العالم فده هشجع اللي عايز يحتاج كبير ان هو عشان السفيد وهكذا النقطة اللي بعد كده اللي نقول الفاسيليتيز يعني مش عارفه اللي هي اللي هي يعني زي الصلاة الكنيات الكرات الجيزة الجيم الحاجات دي كلها طبعا الاقامة طبعا طبعا دي عبارة عن تحدي كبير جدا جدا في مصر وفي العالم كله احنا عندنا مركز ولكن للأسف بيشترك فيه كل الفرق كل اللعبات المصرية وليه جزء كبير جدا من المهوقين وهم اللي اكدين عليه اكدين كل يعني نص فيه او المتاح فيه وده طبعا بيسبب لنا مشكلة كبيرة جدا الاقامة بايدغاليا جدا ما عندناش نزل غير النزل ده المنتخبات فالاقامة في الفنادق بايدغاليا جدا ربنا كده الحمد الله يعني كان الاتحاد المصري معاها للوزارة واللاجئة المصري بيوفره ده بشكل كبير لكنه بقى تحدي كبير لانه ببالغ كبرافية بتصرف المنطقة دي اه طبعا تذكر السفر بقى ادغاليا جدا امكانيات بقى الكرات الملابس احنا قلنا بنعم فيها ايه اه والادوات الجمات برضو بس لنا صدوا ان ده تحدي كبير لكنه في كل الحالات يعني انا فاكر كويس كبير لانه مخود تانى مدير الفاني من انتخب المصري في 2011 كان عندنا صورة مصر والدنيا كانت يعني مفيش حد يدر يتمرن انا خدت الفريق طلعنا على الغردقة وهي احد الندن السحلية في البحر الأحمر وكان ايامها الفكرة قامت من انا عندي احد الأصدقاء عنده فونده هناك فقعت معايا على ان انا اخد الليلة منه بمية واربعين جنيه مصري مية واربعين جنيه مصري ده يعني ولا رقم يعني ما يجيش اكتر من عشرة دولار كان ايامها ولا قالم كده وكان القصة البساطة هو ما كانش عنده ناس خالص فكان قدرنا يعني الشطارة ان الواحد يفكر برا السندوق في نفس الوقت الشباب هناك بعدوا عن المظاهرات وعن الاسر بتاعتهم والقصص والحاجات دي وكان عندنا كمان فيه صالة مهمة جدا موجودة في الغرداء اتمررنا فيها بشكل جيد جدا وروح نحققنا بطولة افريقيا وعملنا افضل البطولات الافريقية في تاريخ مصر كلها والحمد لله كسبنا بطولة في المغرب وتأهلنا وعملنا افضل موسم رياضي في ايامها والفريق كان افضل افضل حالاته في الفترة دي انا اقصده ان طبعا الموضوع زي ما انت بتقول كده هو طبعا الظروف كلها شطارة ان الادارة الجيدة بتقدر تستفيد من المتاح بافضل شيء ممكن حتى لو كان بعض العقبات بتيجي من يعني دايما الدولة مش مية في المية تبقى بتاعم الرياضة لكن بحسب الظروف الموجودة لكن المفروض ان المسؤولين عن الرياضة منهم حتى المدرب واللعبين كمان بيشتركوا في ده هم لازم يفكروا مع بعض ازاي استفيدوا من المتاحة افضل السؤال التاني موضوع السعيد والاقلين طبعا دي غلطة كبيرة جدا احنا كان عندنا لغاية مراحل تسعنات من حياتها عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين جايين من الاقلين من السعيد حصل اهمال شديد جدا جدا في الفترات بتاعت الالتنات من الاقلين من السعيد وده يعني تسبب في نظر ان ما مقاش فيه كوادر المدربين هناك ولا لاعبين بيطلعهم السعيد الفترة الاخيرة دي 2017 كان فيه هدف مهم جدا نبدأ ندعم المنطقة دي السعيد بالذات هي فيها يعني خيارات كبيرة جدا فيها اجسام محترمة جدا وجنية جسمية جميلة جدا وجلد والناس هما يعني مشهور عنهم ان هما عندهم قدرة على المخابرة وعلى المجاح انا نفسي بنفسي رحت سافرت كل الاقلين دي عشان الاختيار من انتخابات المشيئين والاشبال وحتى دخلنا حتى اللي هي يعني كعادات اجتماعية صعبة جدا تاخد بيانات من هناك برضو اشتغلنا على الموضوع ده من هناك برضو مطلعنا مش لعبين كتير من هناك لكن فتحنا الباب والامل عندهم سمعتها من احد اللي عابين عندهم قال يا كابتن انت خلقت فينا الامل من جديد احنا كانش حد يبص عليه مهم جدا جدا ان ده يدخل جوه مخطط وفي نفس الوقت يكون فيه حاجة اسمها الرغبة السياسية الرياضية يعني رغبة المنظومة المسؤول عن الكلام ده انها تحقق كده وتروح تساعد الناس انها تقوم وتنهض وتعمل لهم خطط لنهضوا من هناك وده حاصل الامان عن الفترة اللي فاتت هنا في مصر نحاول ان يكون فيه دعم للمنطقة دي لكن الموضوع ما هوش سهل ان هو ينتج في الفترة القريبة القادمة لان طبعا بعد الاهمال 10 سنين مثلا سعب جدا ان انت تنهض بمناطق خارج القهارة الجيزة واسكندرية في لحظة كده لكن ده اللي برضو اللي انا عايز اقول لك ان فيه مناطق تانية في الدلتا زي ده مظهور مثلا وزي بعض المناطق المهمة جدا في وسط الدلتا المحلة والمناطق المناطق دي الحقيقة عندهم برضو كرة طائرة قصيلة والزمان وعندهم مدارس محترمة تطلع عدد كبير جدا من اللاعبين من المنتخبات الاندية في نقطة بس مهمة عايز اقولها تاني برضو لازم من اخفرش من الظروف ممكن بتساعد مصر بشكل كبير مصر بالصدفة يعني ده مش ظروفنا سمحت لنا نحن احد الدول الاربعتاشر المؤسسين لاتحاد دول يعني الاتحاد دولي تم تأسيسه في الف تسعمائة سبعة واربعين وكانت مصر واحدة من الدول الاربعتاشر المؤسسين اللي بدأوا لاتحاد الدول وده معناه ان الحمد لله لعبة يعني لها ثقالها الموجودة هنا في مصر طبعا في دول كبيرة موجودة في الوطن العربي زي تونس وزي الجزائر كلهم على قدر كبير جدا العراق عندها تاريخ كبير جدا جدا بكرة الطائرة وبرضو الدول الخليجية بعضهم برضو يعني يمكن بعضهم جديد شوية لكنهم في نفس الوقت انا شايف ان عندنا يعني تاريخ اسمح لنا بان احنا نرهب لعبتنا بزي جدا تمحوني ندخل على المحاضرة تمام عندي سؤال بيتشات كابتن شريف اجابة اريد يعني 30 ثانية لا اكثر طبعا بالنسبة للتخطيط لمنهاج الدوري هل يتم من قبل الاتحاد الوطني او يتم عن طريق التسويق عن طريق الانديا المشاركة يعني بمعنى هل الاتحاد المصري هل هو من يضع المنهاج لمدة سنة او سنتين او ثلاثة او يقوم بالاجتماع مع الانديا المشاركة قبل بداية الموسم واخذ الاراء من قبل الانديا وما ثم التسويق على منهاج الدوري اشكرك السؤال ده مهم جدا مهم جدا ان الاتحاد يكون عنده دوجة نظر الشخصية لان انا عملت في العمل الفني كمدرب وعملت في العمل الاداري الفني اللي هو كمدير فني للاتحاد او مدير فني لمنتخباته اه وفي نفس الوقت انا موجود في الاتحاد الافيخ كعوض المجلس ادارة وكرئيس لجنة تجاربين فشفت الوظائب لي في نفس الوقت انا دلوقتي موجود كرئيس لجنة لجنة رئيسية الرياضية لالعاب الرياضية في نادي ديوبس تحتية تلاتة وعشرين لعبة وبتواصل مع تلاتة وعشرين اتحاد فانا يعني برضو عندي الخلفية دي وهم جدا الاتحادات يكون عندها اطار عام واضح جدا يعني انا عارف مسلا دوري لأ انا حنظمه من اتناشر فريق او من اربع يعني في الدوري المصري اربعة عشرين فريق انا عارف قبل ما ادخل اكلم في اي حاجة ان ده عندنا نظام واضح جدا وضعوه اللي جانب مسؤول عن الكلام ده واعتمدوا مجلس الادارة ويضعوه الفنيين ازا كان مسابقات ولا لجنة فنية ولا منتخبات معاهم ولا غيره ومجلس الادارة بيوفق عليه ويناقش فيه لكن في الاخر عندنا تصور واضح بيتم عرضه بعد كده على الجماعية العمومية اللي هي بيمثلها الفنيين فيها اللي هم المدربين في الاندية او المسؤولين الفنيين في الاندية بس دول مش بيجوا عشان يغيروا التصور ده بيجوا عشان ياخدوا منه مثلا ان اخترت جدلا المباريات دي تبدأ في التوقيت ده افضل عايزين نلعب في الساعة دي افضل عايزين نلعب في المدينة دي افضل ممكن مثلا ان لو كان في استحداث حاجة جديدة مثلا السنة اللي فاتك عندنا مرحلة جديدة تحت واحد وعشرين سنة نسمع رأي الناس فيها وهكذا لكن الناس عندها مشاكل مثلا في التحكيم يحتاجين ان هما يبقى الحكام نيوترل هما يحكم ما هواش هي علاقة مثلا بالمدينة اللي هو بيحكم فيها وهكذا لكن لكن الاساس في الموضوع ان يبقى فيه مخطط واضح من الاتحاد الرسمي لللعبة او من المنظومة الرسمية الاول قبل من نتكلم في اي حاجة لكن احنا النهاردة لو حرفتح الباب عشان الاندية هي اللي بتحط الكلام ده مناسب لها لازم كلهم هيختلفوا او حيتفقوا لمصالحهم وطبعا احنا عندنا مصلحة اهم واشمل هي دولة كلها واتحاد اللعبة كله هو اللي هو بيبقى عنده هدافه واعتقد دايما الهداف واعتقدة متوافقة مع هداف الاندية ما فيهاش مصالح الشخصية الاندية بس فانا بفضل دايما ان الكلام ده يبقى يعني عام مركزي وبعدين يبدأ يروح للاتخاذ بعض اللي سميها بالانجليزية اللي هو تعديلات بسيطة التنفيذ بس تمام? تمام ندخل على المهم ده هندخل هنجري شوية عشان نلحق نخلص لان وقت سبعنا للأسف هنتكلم بالنسبة للكرة الطائرة في محل الفنية لا يعني بعد المحاضرة اكيد رح نفتح باب الاسئلة اللي هون سهلا التخطيط طبعا بالنسبة للكرة الطائرة بيلعب دور هام في تحقيق هدافة المنظومة الرياضية من خلال التدرج الصحيح بالاحمال والتدريبات الفنية المتخصصة واستخدام ادوات مساعدة لهدف الوصول باللاعب الى اعلى المستويات من خلال درجة كبيرة من التوافق والتكامل بين الخطرات البدنية والحركات والزينية. طبعا احنا نتكلم دلوقتي على كرة طائرة بقى خلاص نسينا الكلانيج والتخطيط لمنظومة اه بواحد ما يجيش واحد مدرب يقول لي لا انت لازم تكون عندك علم عشان تقدر تسأل مسؤوليك ولو انت مدير فني تقدر تخطط معهم بمنظومة كبيرة تروح لفين عشان انت في الاخر جزء من المنظومة دي لازم تكون فاهم اللغة اللي اللي نسك تتكلم بيه. فانتكلم النهاردة يتم تحويل او تنفيذ ذلك من خلال التخطيط الكامل للنوسم الرياضي المدرب بيه خطط النوسم الرياضي وما يحتويه من اعداد عام اعداد خاص فترة ما قبل المنافسات فترة المنافسات وبعدين مرحلة انتقالية. او ممكن ساعات محط المرحلة انتقالية الاول مش مش فارق يعني بس المهم ان هو الكمس مراحل دول. ويخدمها في تحقيق هدف المنشود الذي اتفق مع الهدف العام للخطة. انواع اساسية من خطة تريب. عندنا خطة فردية تختص بالالعاب الفردية. وخطة جماعية وتختص بالالعاب الجنائية. تمثلة الخطط دي. خطة اعداد مثلا طويض عمد الالامبياد عشرين ربعة وعشرين. خطة اعداد متواصل كل مدى للاشتراك في دورة الامبية بطولة عالم كاسعالم بتروط قراط. خطة اعداد للاشتراك في بطولة افريقية اوروبية سوية او حاملية. خطة سنوية المدربين في الاندية والاتحادات الرياضية. كل راح بيحط عنده خطة سنوية وبيقدمها. يعني المدرب اللي في الاتحاد او مدرب الصناع دي. عنده خطة سنوية. كلها تفاصيل كلها وحنشوف مثال لها دلوقتي كمان شوية يبان فيها كل المراحل وكل النقاط المهمة في القطيط يعني. خطة اسبوعية طبعا الخطة السنوية دي بتلقسم لها بالحبار عن حركز او مراحل او مكونات جواها خطة اسبوعية. عدد الوحدات التدريبية والساعات التدريبية وشدة الحن التي يتم تنفيذها عن الخطة العامة وما يتناسب مع متطلبات فترة من فترات التدريب السنوية. الخطة اليومية دي بعد كده حنلاقي نتشمل مكونات الوحدة اليومية الوحدة التدريبية في اليوم ممكن تبقى وحدتين مش واحدة واحدة ممكن تبقى شدتها تنقسم في داخلها الى احماء الجزء الرئيسي والختام واكذا. حنشوف برضو زي مثال على الخطة بتاعة الوحدة التدريبية تقسمها الخطة السنوية فترة الانتقالية طبعا هنعنفين هي مرحلة ما بعد انتهاء من المنافسات وتمتاز من خطوات شديد الحمل التدريبي ويفضل ان تكون ابارة عن العادة تمهيدية بغير نوع النشاط الممارس بغرض الحفاظ على يقبل. فترة الاعداد العام ودي تستخدم في تأسيس اللاعبين التي تسبب هم للصفات البدنية اللازمة والاساسية لممارسة الكرة الطائرة هو التحمل وفي هذه الفترة يتم استخدام مرامج التدريب الاسطال بشكل كذلك تعلم مهارات الاساسية واتقامها. يعني الجانب المهالي في فترة الاعداد العام بيبقى يعني بشكل عام المهارات الاساسية والجانب البدني بيبقى برضو عام بيبقى قوة والتحمل وكلام ده وبيبقى اتقام المهارات دي من خلال تدريب مكثف لكل مهارة على الحدى والمهارات بشكل بشكل حد. قطوة اللي بعادية فترة اعداد الخاص يتم فيها تدريبات الخاصة بحساب الخصائص والخدرات البدنية الخاصة بنوع المشاط مثل السرعة الرشاقة المرونة القومة بمهازة بالسرعة والتدريب على النواحي المهارية الخاصة اللي هي القطر بقى حنتقل في تعلم المواقع التقاطية والتي سيتم تنفيذها ووقفات الملعب المختلفة والحالات الخاصة التي قد تواجه اللعب اتنى المواقع. او انا عارف الكلام جلوه ده مخدر من كل المدربين اللي بسمعوني طبعا عاربوه مميزين جدا في لك احنا بنعيد بسرعة كده. طب لعن فترة مرحلة منافسات فترة الاستعداد للمواقعات وكان اللعب قد وصل الى اعلى مستوى من القدرات البدنية والمهارية والخططية والمفسية وهي مرحلة تطبيق لحصيلة المراحل السابقة تعدادا لبدء منافسات وهي فترة اقامة المواقعات الوديل ونقف عن اطلاط القوة والضعف وعلاجها قبل بداية المنافسات الرئاسية للجهور بالشكل المناسب ولتحقيق الهدف المقيم. فترة المنافسات اهم من فترات حيث يتم حيث تحقيق الهدف العام من الخطة يكون بشكل رئيسي في هذه المرحلة وكل اسبوع تقام مباراة رسمية او سعادت مراتين في الاسبوع او حسب النظام المسرعة. احيانا السابيع بدون مباريات فلابد من ان يتضرب اللاعب والعمل على امية خدراتهم البدنية والخططية والزهنية والنفسية والحفاظ على ما تم اكتسابه من قبل في هذه الفترة. ايضا كما في فترة الاعداد مع مراعاة توزيع الحمل الاسبوع. موضوع الحمل الاسبوعي ده موضوع خطير وانا مش عايز اخش فيه لانه حياخد من هنا وقت طويل لكننا هنلمس فيه شوية حاجات وعشان نروح للحاجات الاساسية الهدف الاساسي المعرفة. البرنامج الاسبوعي هو جزء التطبيق للخطة لاني تم وضعها في البقاءة لتحقيق مستوى معين من الهداء. يتناسب ويتفق مع اهداف المرحلة ويختلف في درجة شداته التدريبية بنائنا على ده. وضوع الاحمال بقى والقصة دي انا مش عايز ازبارك لها ولهذا لابد ان يكون الهدف العام للبرنامج الاسبوعي لعمل على تحقيق الاحداف. تحقيق الهدف الملطوب في كل مرحلة بمراحل خطة سنة. يعني مثلا بسيط كده. النهاردة لو انا بشتغل اسبوع مثلا التالت في مرحلة الاعداد العام. مش هو نفس اسبوع التالت مثلا في الشهر مثلا اللي هو بتاع مرحلة ما قبل المرافسات. فالاعداد العام هتلاقي ان الموضوع رايح على المعارات الاساسية بشكل عام. وداخل على موضوع الاعداد العام. ونتكلم فيه عن التحمل والشدة تكون منخفضة وهكذا. لكن لما ندخل في مقابل المنافسات. الاهداف بتاعت المرحلة هتبقى مختلفة شوية. هنا البرنامج الاسبوعي هنا حيبقى غير البرنامج الاسبوعي الفترة التانية اللي هي المتحدة. عشان ندي بس امثال للقصة دي عايزين نوصل يعني نجري في المتحدة دي يعني كلها آآ 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 نظري شوية اتحقق ذلك من خلال مراعات الشكل الصحيح للحمل زمن العمل زمن الراحة. التضرب في الارتفاع بالحمل التدريبي وارتفع مستوى الكفاءة لدى اللاعد وبالتالي احقيق الاهداف المرتبطة والمترتبة على البيت. فاحنا هنخرج من انواع الخطط الاربعية دي وحنروح لحاجة مهمة جدا تانيا. ترجمة نانسي قنقر تمام لحظة حانا. اللحظة حانا. عايزة اروح بس كي من موقتة مغمى. ابني من ايها. ترجمة نانسي قنقر 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 مكرو سايكل. وبعدين بعد كالليري سايكل. يعني نبدأ نشوفها. عندنا خطة اعداد السنوية لما نشاور عليها دي. بتتكون من عدد من المكرو سايكل. يعني خطة اعداد السنوية بتبقى عدد يعني مكونة مرحلتين مثلا او تلاتة. بنسمي كل مرحلة اسمها مكرو سايكل. المكرو سايكل دي اللي هي قدامنا دي بتبقى ما بين ست شهور لغاية سنة. إذا كان هي الخطة عدد السنوية ممكن يبقى المكرو ست شهور. جوا ست شهور في ايه? في عدد من الايه من الميزو سايكل اللي هو. بيتكون من تلاتة لستة. ميزو سايكل. يعني الست شهور دي جواها من تلاتة لستة ميزو سايكل. الميزو سايكل ده جوا ايه? جواه من تلاتة. من اتنين لتلاتة لسبعة سبعة ايام كل واحدة. اه يعني جواه انا اسف. الميزو سايكل. جواه من تلاتة لستة. اه اه مايكرو سايكل. لكل واحدة منهم من اتنين لتلاتة. اه لسبعة ايام. يعني بساطة شيئة جدا. عندنا سنة. جواها جزئين. مثلا كل جزء ستة شهور اسمهم ماكرو. كل ماكرو من دول جواه عدد من الميزو سايكل. الميزو سايكل دي جواه كل واحدة منهم جواه من تلاتة لستة مايكرو سايكل. الميكرو سايكل دي من من اتنين لتلاتة لغاية سبعة ايام. عشان نحقق الكلام ده نبص على الصورة اللي هنشوفها دلوقتي. عشان هتبقى اوضح بكتير جدا. واحنا بنشرحها على الطبيعة. لو نلاحظ زينا قدامنا. هنلاقي المنظر زي ما احنا شايفينه. دي خطة اعداد ميجور ترينينج تاس. لمرحلة خمساشر ستاشر سنة. الشهر هو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوبمبر ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل ماي. لو احنا نلاحظ كده هنلاقي حوالي دول واحد اثنين تلاتة اربعة كمسة ستة سبعة تمامية تسع عشر شهور. ومرحلة انتقاليها شهرين يبقى كده اتناشر شهر. لو جينا بص بصينا على على الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا كده. هنلاقي ان دي الشهر اهو قدامنا اللي هم المشهور كده مقسمينها المراحل توقيتات يعني وزي ما احنا شايفينها كل شهر فيه اربع اسابيع. كل شهر اربع اسابيع زي ما احنا شايفينه. المراحل بقى البربراتوري بيريد وان والبربراتوري بيريد تو دي مرحلة اعدادية واحد ومرحلة اعدادية اثنين. تحتينهم بقى المرحلة اعدادية واحد دي احنا اطلاق زي الاعداد delعام كده. مرحلة الاعدادية اثنين جي بيدخل عندها الاعداد الخاص عشان نشوف الكلام ده الان بص على الموجودة دي هنلاقي ان ديها المرحلة الاعدادية لهاي الاعداد العام هتبقى الكنديشن لله هو التهيئة يعني في البداية وبعدين بعدا احساول writescaledr posebd وامج visão دي ممكن يكون ثلاث imperial الاولين. وبعدين بعد كده نوفمبر وديسمبر الاعداد الخاص دول عبارة عبارة عن حوالي شهرين. وبعدين بعد كده ممكن يدخل تحتيهم في النص التاني منهم في البيزك بيلضم مع المنطقة دي حاجة اسمها اللي هي ما قبل المنافسات في الفترة دي. وبعدين بعد كده بيبدأ في في يناير بغاية ما يخلص ماي. لكن ده ما يمنعش ان ممكن يكون في نوفمبر وديسمبر فيه منافسات. بس المنافسات دي اعداد مستمر فيهم. يعني واحنا بنشتغل مش اهدفنا موجودة للمرحلة دي. اهدفنا هنا مرحلية عشان نعدي المنطقة دي ندخل مسلا للتأهيل للدور اللي بعد كده. المصادر الطاقة هنا هنلاقي ان في المرحلة الاولانية تعطي الاعداد ده العام. هنلاقي الاهوائي هو المهم. وهنا هنبص نلاقي ان الانيرجي سورسيس هيبقى مبني على ان احنا ازاي بناخد من السرعة. فبنتكلم على ايه هوائي. اه بنتكلم على المراحل اللي هنا دي مرحلة خطيرة جدا. اه حتى بنكتب عليها ايه بيقول. هو تحمل الخاص بتاع الكرة طيب. يعني كمنا مش مش دقيقة شوية لان دي كانت خطة قديمة شوية. لكن دلوقتي بقى مهم جدا جدا احنا بنشتغل على ازاي نحافظ على الاداء السريع بتاع اللاعب وازاي نحافظ على القوة المميزة بالسرعة وال يعني الاداء اللي هو اللي بيختم اللاعب اللي تحت العشر ثواني لان لعبتنا هي لعبة تحت العشر ثواني. زمان كنا شوية بنحتاج عنصر يعني تحمل. بالوقتي لازم يكون موجود تقاعدة بنائية زي ما احنا عملناه هنا كده لكنه في الاخر احنا مهتم من احنا للعنصر ده اللي هو الاسبيد وكل مكوناته قدت ما ندخل في القوة المميزة بالسرعة اللي هي بقيت مهمة جدا من الاسباحة هنا بقى السترانس مطلوب مننا ايه السترانس اندورنس هنا وبعدين بعد كده بنبدأ من نطور السترانس ان احنا ندخل على المنطقة بتاعة العمل في المقاريات تبقى عندنا المنترنس يعني ايه تبقى المنترنس دي حنشطها مرتين هنا تعليم الحافظة على المستوى اداء اللاعبين البدني خلال مرحلة المنافسات دي لانه ده موضوع مش سهل ده موضوع انت عندك مثلا ست شهور مغاريات ست شهور ده حيبقى متقسمين الاسبيع والاسبيع دي حيبقى فيه في النصرحات وفي الفترات دي ازي المدرب الشاطر مع المعد البدني اللي معادي خطط لتخطيط جيد عشان يعمل للمستوى البدني اللي وصل للي اللاعبين وقدرات البدني اللي وصل للي اللاعبين ووضوع المنترنس ده قصة طويلة ممكن منعشها وره عن كده المراحل الاونية دي كلها تطوير وعند كده المنترنس وعند ما كان التكنيكال حنلاقي ان في الاول منشتغل على البيزيك في اول 3 شهور اللي هو الاعداد العام وبعدين بعد كده نثبت العمل ده في التاكتيكال اللي هو الخططي ده في الفترة اللي هي الاعداد الخاص وبعدين نبدأ ننفذ الكلام ده ونحافظ على الرتمة بتاع الاداء ونحسنه في وقت المباريات وما قبل المباريات او المنفسات وما قبل المنفسات الاناسف التكنيكال يعني التاكتيكال نفس الشي برضو بيبقى في الاول في الاول فترة دي وبعدين بعد كده فترة الاعداد الخاص بالتاكتيكال اللي هو الخططي بيبقى الاهتمام بيه بشكل اكبر وبعدين هنا بنركز على ان احنا ننفذه بقى فترة المباريات ونبدأ نزود سرعة اداء اللاعبين في الاداء الخططي وان ازاي يحصل نوع من انواع التناقم ما بين اللاعبين وما بين التعاون الجيد عشان نحقق نتيجة كويسة كفري وارموني يحقق نتيجة عندنا بعد كده السايكولوجيكال طبعا احنا بنشتغل عليه المنتل ده في الفترات الاعداد العام والاعداد الخاص بشكل عام ونيجي بعد كده نعمل ازاي نحقق حالة من اللي هو التحكم في النفس بقى والضغوط المفسية في الاداء في المباريات وكده اللي هو ده الهدف بتاع الوصول دي في النتيجة هنا نيجي بقى لو بصينا على شوية حاجات مهمة هنا هو الخط اللي هو مستمر الشدة الحجم يعني والشدة خط المتقطع الشدة وحنلاقي برضو هنا الكمبيتشن اللي مليانة سودة خالص دي دي حتبقى الكمبيتشن اللي هي البيك في الفورمس اللي عايز تحقق فيها النتيجة لأفضل يعني اداء ممكن والميجور كومبيتشن دي الادوار المهمة ودي ال اللي هي كنترول كومبيتشن اللي هي حاجات مراحل كده المباريات مش قوية فيها لكن مطلوب منها التأهل بس حنلاقي لو نطلع هنا فوق حنلاقي الموسم ماشي عادي خالص هنا بقى في بعض المباريات في الاعدادية في الاول بعدين هنا مرحلة مهمة للتأهل بعدين هنا محرق في هناير مرحلة مهمة للتأهل فبرايين نفس الحكاية لغاية ما نيجي في ابريل ومايو عندنا عايزين نوصل للبيك في الفورمس هانا طبعا هنيجي سؤال تاني هنوصل لكام مرة فيك في السنة يعني الكلام ده برضو الشطارة نحنا كمدير فني وكاجهزة اعداد معاه ومسؤولين على الاحمال بالذات ان احنا مش مطلوب ان نرحل في البداية نوصل لبيك نشتغل مع الفرقة ان احنا نحافظ عليها ونوصل لقمة متوسطة وصغيرة في مراحل مهمة في الاعداد بتاعنا والقمة الحقيقية اللي هي نقدر نوصل لها بشغلنا العمل البدني والمهاري والخططي مع بعض طبعا والنفسي برضو في الاوقات المهمة اللي هي في ابريل ومايو لو شفنا هنا هنلاقي ان واللوت هنلاقي هنا الحجم بتاعنا في مراحل الاداد ده وبصينا على الشهور تلات شهور الاولين دول هنلاقي ان الشدة كانت مخافضة والحجم مخافض وبدأ يتطور لغاية ما دخلنا في الخاص بقى الشدة والحجم عالي وبدأت الحجم يقل والشدة تبضل عالية لغاية ما خلصنا الموصل بالشكلة ده يعني طبعا الكلام مختصر جدا التفاصيل بتاعته كبيرة جدا لكن نخرج منه على اخر حاجة عندي اتماما انا انا اخلصها وندي مساحة للوقت اشتركوا في القناة ده السيزن اللي هي اللي احنا شفناها وكلمنا عنها من شوية عندنا تلات مناطق زمنية في التخطيط بتاعنا المرحلة اللي هي الانتقالية اللي هي ممكن تبقى يعني من بعد يبيل وماي وكده وبعدين بعد كده المراحل الاعدادية اللي هي العامة والخاصة اللي هي بتبقى مثلا من اشترك جدا من يونيا او يوليا لغاية اكتوبر وبعدين بعد كده اللي هي الجزء الاول والجزء التاني ودي المرحلة المنافسات والمقابل المنافسات هنا هندي شوية امثلة من الوحدة التدريبية يعني ده تكوين بتاع الوحدة التدريبية المفروض بيكون لو كان هو مية وعشرين دقيقة بيكون كالتالي خمس دقائق من خمس دقائق لعشر دقائق مقدمة وبعدين من عشرين لتلاتين دقيقة من عشرين لتلاتين دقيقة والاحماء ده مش مقصود بيه الاحماء بالجزء بس لكن المقصود بيه دقائق كله يعني ممكن بالكورة كمان وهو دلوقتي كل العمل كله لازم يبقى من البداية من وجهة نظر انا الشخصية وده اللي انا بس اعمله من اول لحظة في التدريب اللاعب يلمس بكورة بالاحماء بعد كده المنطقة المنطقة من خمسة وسبعين لخمسة وثمانين دقيقة اللي هو ده عندنا الجزء الاساسي في الواحدة التدريبية بيبقى حوالي من خمسة وسبعين لخمسة وثمانين دقيقة ممكن ينقسم الجزء اول تلات اجزاء وكل حنشوف دلوقتي بعض النماذج لكلام ده عشان وحنا ندي امثلة بعدين بعد كده الدي اللي قدامنا ده من عشرة لخمسة وثمانين دقيقة عندنا كولين داون من 10 إلى 15 مينتز يحصل زي نوع من انواع الكولين داون في اخر ايه فترة من ال يعني من الواحدة التدريبية طبعا المفروض ان انا كنت عايز اشرح لكو طبعا الكلام المكتوب بالانجليزي بقى لكن هندي امثلة سريعة المثال الاول لو كان عندنا تلينين يونت عندنا واحدة تدريبية مجموعة من البيجينر عندنا مجموعة من البيجينر في مرحلة اعدادية في البداية يعني ونعمل معهم يعني عندنا خمس دقيقة اللي هما ولازم تكون سيمبل وشورت واخوردي اللي هو يعني مع الولاد الصغيرين دول بتبقى لازم الكلام بسيط وزي ما نقول ان هو في الصميم على طول بيكون قصير لان هما ما بيحبوش التطويل دايما بعدين خمستاشر دقيقة حيكون ورموناب ايزي جوان ايزي جوان يعني طبعا الخمس شغل دي دي بيبقى الفرقة صغيرة لبجينر بيبقى نوع من انواع بسيط شوية وفاردي اكتب منه جميع بقيت بيبقى النصير الاعتبر من الكرام ايزي جوان استطعار لبجينة دفعات الشيطة في هكتب ّ٠ السيطة بشكل خلال ويقوم بعمل مهارة في مدرسة الوبرهند من نظر الهربية من 20 سنة يعني ببساطة شهي جدد 45 دقيقة حيبقى فيه بول كنترول يخدموا على المهارة اللي حنا كلمنا عليها بتاعت الـ الـ overhand or underhand المدة 45 دقيقة بعدين بعدين كدد 15 دقيقة cooling down giving feedback about the individual performance and build up motivation for the next unit يعني عندنا 15 دقيقة وهم بيعملوا الـ cooling down ونبدأ نتكلم معاهم انت النهاردة كنتوا كويسين النهاردة صارع انت اللاعب ده انت عملت صارع كويسا دائما ننفضل ان feedback يكون إيجابي ويكون دائما feed forward فكرة برضو example تاني training unit early stage لفترة عددية برضو advanced player الناس خبار في المستوى المستوى متقدم ونبدأنا 15 دقيقة في الأول introduction وليه 15 دقيقة لان في 15 دقيقة بيتشرح فيهم حاجات على الصبورة ان نقول لهم حيشتغلوا ازاي بعدين ما كان 25 دقيقة warming up game like يعني من البداية على طول مواقف لعب من warming up طبعا من خلالها الإحماء اللي هو الإحماء العادي اللي هو للجسم وبعدين بعد كده بنتكلم على 30 دقيقة individual skills perfection serve reception setting tendance and refocus يعني برضو في بعض اللي هم الفترة التلاتين دقيقة دي بيبقى إرسالوا استقبالوا ومعها جزء من الإعداد وفي تركيز لمواقف لعبة معينة وبعدين بعد كده المرحلة اللي هي C2 30 دقيقة بنكلم على game situation مواخف لعب drill for dimension skills بعض المواخف اللعب والهدف منها بعض المهارات بالتحديد يعني بتضغط فيها على مثلا مهارة حقت الصد أو مهارة الاستقبال أو هكذا بيبقى فيها هدف يعني 60 دقيقة اللي بعد كده اللي هم C3 strength endurance weight training طيب يبقى إحنا هنعمل strength endurance endurance تحمل القوة للweight training إمتى في فرقة advanced فرقة متقدمة كده نشتغلوا في الجزء اللي يعتبر تقريبا الأخير في التدريب قبل ال cooling down قبل ال recovering down يعني معناها إن لو منشتغل تحمل قوة نشتغلوا في نهاية التدريب بش في بداية التدريب وده الهدف نحن ندي يعني ملحوظة على على هذا مثال بالنسبة للإجزامبل الثلاثة لو متكلم على فترة إعداد ده برضو حنلاقي عشر دقيقة مقدمة تلاتين دقيقة وبعدين سيبقى بداية الشغلة عشان خاطر البقية التدريب وبعدين السي وان سيبقى developing speed of reaction and speed of movement combined هنا سيبقى 30 دقيقة speed reaction سرعة رد الفعل والسرعة الحركة الاتنين مع بعض وبردو هنستعمل فيهم المهارة وبعدين بعد كده 40 دقيقة سيبقى كلها سيبقى زي ما يكون في team system اللي هو أنا بقى وقفات اللاعب وكلام ده وكده أخذ بالكم ده مرحلة special laboratory دي مرحلة إعداد خاص لفرقة يعني beginners ممكن نقول عليهم من هم مثلا سن 14-15 سنة وهنا في الآخر حيبقى بعد ما نخلص المرحلة دي آخر 10 دقيقة recovery and relaxation الآخر المرحلة الرابع احنا فاضل لي الرابع أو الخامس بس وخلصت خلاص عندنا يبقى training unit وحدة طريبية لمرحلة إعداد خاص للـ advanced players اللي هما اللي عادين المستوى عالي يعني الكبر في السنة مثلا وفريق أول أو جاب عندنا 10 دقيقة في الأول introduction بعدين بعد كده 30 دقيقة جود ورمدها وبعدين بعد كده explosive jump exercise enough recovery between sets while working to serve and get specific factors عندنا 45 دقيقة في الأول حيبقى فيهم exclusive jump for exercise يعني ده لما نشتغل على أي حاجة فيها سرعة أو قوة مميزة بالسرعة هتكون قبليها بصنا كتب هوا هنا ايه good warming up لازم يكون فيه إعداد في بداية التدريب فيه warm up فيه إحماء جيد جدا وبعدين بعد كده exclusive ده jump لازم يشتغل بعديه يشتغل في بداية الوحدة التدريبية مش في نهايتها وبعدين بعد كده competitive drills في المنطقة دي وبعدين بعد كده time for individual tactics لو فيهم شوية individual tactics بعد الخطط individual اللي هي الفردية يعني بعض اللاعبين إذا كاننا منتكلم على شوية serve وشوية استقلال شوية إعداد لبعض اللاعبين وبعدين بعد كده في الآخر cooling down and relaxation بصوا بقى هنا 20 دقيقة عشان التدريب ده كان في البداية الشدة كانت كان فيه عالية جدا نيجي هنا آخر حاجة training unit for advanced team during the season ده ده تمرين فرق يعني مستواها عالي اللي هو الفريق الكبير مثلا كلها للسيزن عندنا 10 ده introduction وبعدين بعد كده خمسة عشين دي أول من أب وبعدين بعد كده C1 سيبقى drills for perfection or perfecting the individual performance players and complex مش عارفة وكلام ده يعني هيدخل نعمل زي زي game light العداد بالكورة يعني بالشغل بالكورة مواقف لعب العداد بالكورة وبعدين بعد كده c2 tactical drills all the team adapt against the next operant such drills should start in moderate intensity طبعا دي هتبقى مواقف لعب لها أهداف خططية ولازم تكون يتم التحكم منها من المدرب لأنها تبقى مرحلة بعد ما فهم التدريب حوالي خمسة وتلاتين اللعيبة خلاص استعدت بشكل جيد وبقت تمت إحماق بشكل جيد جدا من ربعين ديها دي القلب بتاع التدريب لازم يكون فيه أهداف تكتيكية بتتدرب الفتاة عليها وبتتذكر مجموعة من الخطط اللي حتنبقها بعد c3 special endurance during drill to focus on practical element and emphasizing a high rhythm of play the special endurance ده هو التحمل الخاص تحمل الخاص بيبقى ام تبقى برضو؟ بيبقى في c3 في التلاتين ديها قبل نهاية اللعيبة اللعيبة فأي تحملات موجودة لازم هتبقى في نهاية التدريب تحمل القوة أو تحمل الخاص كله بيبقى في الجزء قبل الأخير من التدريب قبل اللعيبة بعض البرمسيبات الأساسية speed jump and speed and jump and agility and coordination are always are always in the beginning of the unit after good warm up لازم دايما بيبقى في التدريب في البداية بعد إحماء جاية teaching new techniques should be also also be in the beginning برضو لو فيه تكنيكس جديدة أساليب جديدة لمحتاج تعلمها برضو تبقى يفضل تكون في البداية بتاعت الواحدة الدربية after suitable warm up بعد بيكون فيه إحماء جاية مناسب التفكير الاستراتيجي ان انت تتفكر بشكل اقتصادي في التدريب يعني ازاي تعمل recovery لبعض المناطق في العمل وانت شغال مناطق أخرى يعني ان اخترت جدلا انه بلوقتي بشتغل على البنش مثلا للقوة المميزة بالسرعة انه محتاج مثلا مع كل خمس ثواني عمل او ست ثواني عمل عايز ثانية راحة فبدل ما عدا استنى انتشغلت مثلا مدة عشر ثواني عايز استراح ستين ثانية يعني حوالي دقيقة في الوقت ده يكون بعمل الرجلين اللي هي يكون من الجانب العلوي حصل له recovery خلاص وبسبت الوقت فلازم افكر بالتفكير اقتصادي بتوزيع التدريب والاستفادة منه بشكل جيد اخر نقطتين build up routine for your players concerning the behaving patterns during the training unit مهم جدا ان انت يبقى فيه روتين معروف اللاعبين بيدخلوا وعارفين اسماء التدريبات ايه مسافة ما تقول التدريب بيبدأ اوه يشتغل معروف ان النظام بتاع التدريب الروتيني بشكل معين عشان نختصر الوقت مش هيفضر كل تدريب قعد اشرح ان تدريب ده ايه او اسمه ايه او يتم ازاي او كلام اخر حاجة working for endurance بيبقى في اللاعبين بيبقى قبل القولنداء اي شغلة على التحمل لازم يكون في نهاية الوحدة التدريبية قبل القولنداء انا اخلصت واشكركم تحت أمره شكرا كابتن شريف على الجزء الثاني صراحة الممتع التخطيط في الكرة طائرة وأيضا كانت مفيدة جدا وكيفية العلاقة بين الشدة والحجم وأجزاء الوحدة التدريبية والعلاقة بين التكرارات وأيضا مراحل السنية للعبين الآن أفتح باب الأسئلة إذا أكو أي سؤال من الأخوان أنه يتفضل برفع الإيد لكن الأسئلة راح تكون على طريقة شوية سريعة وأيضا إجابات إن شاء الله تكون حتى نفسح المجال لأكثر الحضور إذا أكو أي سؤال من الأخوان الموجودين ويانا يتفضل الناس نعم تستطيع لا موجودين هم بس يمكن طريقة رفع الإيد توقع أموما أنا أقول لأي دكتور طارق حسن مدرب المنتحة بالوطن عراق السازق وواحد العديد من تحب الوطن يخل أظهر دكتور طارق ماك مستوح السلام عليكم ما تكلمنا وهو أصلا من أهل البيت يعني منلاعبه دكتور الطائرة بلاياته في العراق نتشرف به نتشرف بيك والله شكرنا وتقديرنا العالي للدكتور طارق والكابتن على على هذه الجهود بإقامة هذه الورشة وهذه المحاضرة اللي بالتأكيد خدمتها وفائدتها للجميع ملاحظات عندي أكثر مما هي أسئلة بالنسبة للجزء الأول من المحاضرة عن التخطيط في المجال الرياضي محاضرة جميلة جدا رائعة يعني تعبر عن خبرة الكابتن شريف الخبرة الفنية اللي متأتية من كونه لاعب وكانه مدرب ومدير فني مع المنتخبات المصرية مع الخبرة الإدارية بالاتحاد المصري والخبرة العلمية من قراءات ولأنه التخطيط بشكل عام هو عبارة عن رؤية مستقبلية لدراسة عن واقع الحال كلما تكون هذه دراسة عميقة وجدية والصحيحة عن الواقع الحالي كلما تكون أدنى دراساتنا وتخطيطنا المستقبلي يكون جيد جدا وصحيح وطرق إلى نقطتين مهمة جدا هي الاستراتيجية والتكتيك الاستراتيجية اللي ما تفضل هو البناء الأساسي اللقفطة والهيكل الأساسي والتكتيك المقصود به هو المرونة الخطة أو التخطيط يعني متى ما واجهتنا بعض الظروف أو دراسات خلال التطبيق ممكن نعدل الخطة بناء على هذه المعوقات محاضرة أكثر مرايعة بالجزء الأول ملاحظتي على الجزء الثاني من المحاضرة وهو التخطيط التدريبي لدوار التدريبية عندي ملاحظة واحدة فقط لا أكثر أنه يعني توزيع دائرة الفترات المقصود به بدائرة الفترات هو طول فترة الخطة كل جزء من الخطة التدريبية كنا نعرف أكو إعداد عام وإعداد خاص وفترة منافسات وبعض الأحيان يقسمون الأعداد الخاص إلى أعداد خاص أول وإعداد خاص ثاني والمنافسات إلى شبه المنافسات أو المنافسات التدريبية والمنافسات الرئيسية ومن ثم فترة الاستشفاء ونطلق عليه في بعض الأحيان في الفترة الانتقالية طول هذه الفترات وتقسيمها يعتمد بالأساس على الفئة العمرية للفريق يعني عندما أضع خطة سنوية أو نصف سنوية لفريق ناشئين براعم بالتأكيد يختلف عن من أضع خطة تدريبية لفرق الشباب أو المتقدمين أو المحترفين والنقطة الثانية اللي يعتمد به طول هذه الفترات هو على نوع المنافسة والسباقات يعني من تحضر الفريق المصري للمشاركة في تصفيات أفريقية أو نهايات أفريقية النهايات كلها تستمر من 10 إلى 12 يوم أو إلى سبعين فترة أسبوعين تختلف من أعد فريق أحد الفرق الأندية للمشاركة بالدوري على مدى ثلاثة إلى أربعة أشهر فبالتأكيد أكون فرق هناك في توزيع الأحمال التدريبية طول هذه الفترة وشكرا جزيلا مرة أخرى للكابتن شريف على هذه المحاضرة رائعة والأخوان دكتور طارق وكابتن شكرا جزيلا عفوا يا دكتور أنا بس عايزة أعلق مهم جدا خليك قلت كلام مهم في الآخر موضوع يعني اعداده وارتباطه بالمراحل العمرية القطة دي لما بيتم وضعها وارتباطه كمان بحاجة مهمة جدا بالمساحات الزمنية المتوفرة لأن ببساطة شيئة جدا ساعات بيحصل المواقف وزاعة المنتخبات وقت ما بيخلص الفريق مثلا المتحنات يبقى عنده بعد مثلا شهر شهر ونص عنده مسبق وبطولة عالم ومستحيل يقدر يتم أعداد بطولة عالم في شهر وشهر ونص فلازم يتم مراعات بالكلام ده الأعداد لازم يكون خلال المراحل الزمنية خلال الموسم ولازم يعني بيتم الوصول لأفضل وسيلة ممكن ساعات ما تبقاش يعني مغطية لجانب العلمي بشكل جيد لكنها المتاح من الظروف عشان التنفيذ وده وجهنا شخصية كتير جدا من بطولة العالم منها بطولة بتاعة العالم الشباب كانت في المغرب والفريق كان فريق واحد جدا ومميز منتخل مصر للشباب وللأسف بسبب الفترة الزمنية كان كل اللاعبين كلهم يعني كليات قمة هي طب وهندسة وكان يعني فريق كان عجيب جدا كان كله فريق متفوق فبالتالي كان باقي بالزبط على البطولة حوالي أربع سبيعة أو ترعة سبيعة ونصف ونلعب بصورة العالم كانش عندي حل غيرينا كنت مسافر لللاعبين في ثلاث آآ مدن عشان ندربهم خلال فترات المتحامهم بشكل فردي نحاول حافظ على رياطتهم لكن في نفس الوقت احنا ما وصلناش للمستوى الفريق ده انا طبعا مستحيل كنا نوصل لي ولا المستوى المناسب للأداء لللاعب بطولة عالم وده تسبب ان احنا مسلا في الماشر الاول كنا بلاعب امريكا كنا كاسمينيات من صفر خصام نتخص انا طبعا كدير آآ بعدها لما الفرقة تحسرت خلال المنافسة فلان البطولة تنفزنا على الفريق اللي كسب المركز الخامس هو الارجنتين كسب المركز الخامس في البطولة آآ كسبنا اليابان وكسبنا المغرب لكن في الآخر عملنا مباليات جيدة لكن ما كانش فيه استقرار بسبب بساطة ان صعب جدا جدا اعداد الفرقة لكن تيجي نرجع للنوطة دي هنلاقي ان فيه فرقة كبيرة في العالم بس الفرقة دي فرقة محترفة زي البرازين مسلا ده ما يبطلش منافسات طول السنة وبيعمل راحاته في خلال آآ فترات قصيرة جدا جدا طول العالم ما بين آآ دوريات قوية دوريات محترفين ما بين بعد كده بطولات قوية عالمية ومش بطولة واحدة دي اكثر من بطولة وده مشكلة من المشاكل الكبيرة اللي موجودة عند الاتحاد الدولي بيحاول دلوقتي يعمل مساحة من الفترات الراحة الاجبارية عشان بدأت اللاعبين بتشتكي والاندية بدأت تشتكي وفي نفس الوقت البطولات العالمية بدأت بعض اللاعبين يعني بتبقى بتقصد انها ما تشيركش فيها عشان ما يحصلاش عصابات لأن استمرار البطولات بشكل مستمر ده بقى مشكلة شكرا 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 جزيلا شكرا من دكتورة ناهدة واعتذر من دكتور علاو بس نعيمة لأن دكتورة ناهدة هي رفعت ايدها قبل بس صار قطع بالتساسل تضغي دكتورة ناهدة مايك إليك دكتورة ناهدة السمعين هالو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة ناهدة بداية طبعا كل الشكر والتقدير للكافتين شريف على المحاضرة القيمة واللي يعني امتدت يمكن لأكثر من ساعتين وإحنا بكل احنا متابعين لها لشغفنا وحبنا للكرة طائرة وطبعا أوج وأحب أحي كل الأخوة والأسافذة في مجال التخصص للكرة طائرة أسلم على أستاذ الكامير دكتور طارق حسن ودكتور طارق علي ودكتور علاء اللي يعني جمعنا في هذه المحاضرة وأطلب من دكتور طارق علي أنه يرسلي دائما لروابط من المحاضرات لأنني بصدفة أعرف المحاضرات قال طلب من عد إن شاء الله إذا يلبي لي حتى أحطر كل المحاضرات الخاصة بالكرة الطائرة ومشكونا جهودكم وبرك الله بكم وهذا دليل على حبكم أو حبنا أصلا للكرة الطائرة ونتمنى أنه نوصل يعني بكتور شريف عيشتنا بحلم جميل جدا وهو المحاضرة الأولى التخطيط ويعني القواعد الأساسية للانطلاق والوصول إلى العالمية ويعني تشكيل الفرق من البداية من البراعة إلى المستويات العليا لكن يعني التخطيط قد يكون يعني بالعدة جانب المصرية أو بعض الدول الأخرى تخطيط جيد ويعني مبني على أسس ثابتة وعميقة والجانب النظري للتخطيط لأي أحد هو سهل لكن التطبيق يكون صعب لأن توجد معوقات كثيرة تحول من دون يعني تحقيق ما نفطط له يعني وخاصة نحن بالعراق عدنا كثير من المشاكل التي يعني تعيق عملية تطبيق التخطيط الجيد وبالأكس قد يكون عدم موجود التخطيط أو الرؤية الحقيقية لتطوير يعني الكرة الطارة العراقية لكن باهتمام الأخوة وخاصة أنا متابعة دكتور طارق علي ومتابعته وحبه للعب ويعني استقطابه لشخصيات مرموقة مثل الدكتور وكابتن شريف اللي أطمع من وقته الكثير حتى يوصل لنا المعلومات بكل سلاسة وسهولة يعني أنا دكتور بس عدي أمل أو فالشي يعني بداخلي أنه ننطلق من ناحية الكرة الطارة المصغرة اللي هي أصلا قد تكون شبه معدومة عندنا المدارس التخصصية اللي هي تاخذ يعني من عمر عشرة إلى اثناء السنة لكن أنا أشوف يعني حتى بالتدريبات حتى بالفيديوات اللي خاصة بالجانب يعني برا أنه بدأوا الآن يعني يأخذون بسنوات أصغر من سنة يمكن ستة سنين سبع سنين ويعلموهم كيف يحبون الكرة الطارة وكيف يأدون المهارات الأساسية بشكل يعني ألعاب صغيرة وبأدوات قريبة للكرة فأتمنى أنه ننطلق يعني من رياض الأفطال ننطلق أن يكون تخطيطنا حتى نوصل بشكل صحيح أنه ننطلق من رياض الأفطال من المدارس من صف الأول الابتدائي الثاني الابتدائي يعني 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 عشت عالم حلو جميل ذكرنا بأيامنا قبل من كنا نلعب لأن أنا أصلا لعبة من أصب المدارس يعني من كنت بالإبتدائية لحد ما الحمد لله وصلت إلى المنتخب الوطني فنوات اللعبة هي يعني والقاعدة الأساسية حتى نوصل لما يتم أو يتم تخطيطها أنه نعتني بالقاعدة الأساسية لا نعتمد على اللاعبين الجاهزين ومجرد أنه فقط مدة التدريب ووالية التدريب والتعلم أصعب من التدريب ولهذا يجب أن ننطلق من مبدأ التعلم من مبدأ اكتشاف المواهب أنه يعني التخطيط يطلب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب عندنا تخطيط ممتاز لكن من يطبق هذا التخطيط هنا للمشكلة فأنا سعيدة جدا متواجدة معاكم أتمنى الموفقية وأشكر كافتن شريف على محاضرتها القيمة وأتمنى يعني نلقى في محاضرات أخرى نستفاد من عدة وسلامي لكل أخوتي في الكرة طائرة وشكرا جزيلا شكرا جزيلا وأصف على طائرة شكرا دكتورة ناهدة على المداخلة الجميلة وشكرا المشاعر اللي حضرت تكلمت بيها وإن شاء الله تكون أكون أواح حقيقية اللي بيباعي في كرة العراقية حقيقية إن شاء الله كافتن طاري بس أنا عايز أقول لدكتورة إنها دا حاجة مهمة نعم صدق يعني الاتحاد الفرنسي بقى عنده بيبي فورل أربع سنين من أربع سنين لست سنين لأن دلوقتي بقت كل اللعبات بتخطف اللعبين من من اللعبات الأخرى الحاجة الحاجة المهمة الأخيرة برضو أنا مقتنع جدا ومؤمن جدا إن لازم كل المراحل السنية تعمل في وقت واحد فيش حاجة اسمها إحنا نهتم بالقاعدة أو نهتم بالفريد أول إنه كل الحالات هي عبارة عن الأمريكان بيسموها بايت لائنز إن هي كلها بتأدي أنابي بتأدي للوصول للمراحل من مرحلة لمرحلة 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 لازم يكون في الخطة الخطة الموضوع دي بتغطي كل المراحل ممكن يكون الاهتمام في وقت ملاوات على مرحلة عمرية معينة عشان نبدأ قاعدة لكن في المستقبل لازم يكون عندنا سقف اللعبين دول يكونوا بيوصلون ويكون نفس الاهتمام العفو دكتور مو أنا قز إنه نبدأ بعمر واحد وننطلق معه أنا مع الدراسة العرضية يعني إنه فئات عمرية متعددة مو إنه أنا أخذ مثل 4 سنين وأطلع بي لا قد يكون عمره 6 سنين هذا ما أهم لا أخذ يعني كل الفئات العمرية إحنا يصحوا لها الدراسة العرضية يعني مو دراسة طولية يعني متتالية يعني لا نقصود ونظلوا بيدوا البعض يعني 4 سنين 6 سنين 8 سنين 10 سنين إنه كلما استفاد منعتهم في هذه المراحل يعني أستخطوا بحبهم للكرة طائرة أستعمل معهم كل ما موجود من أجل ثقافهم باللكرة طائرة هذا أنا قز دكتور مو قز إنه أنا أستهدف أنا أصدق قد أنا أقول لك أنا هنا نقطة تانية عشان ننقل السؤال اللي بعدين إن الاتحاد المصري لفترة 11 12 سنة كان في حالة عدم استقرار آآ ما بين انتخابات آآ بيفشل المجلس المنتخب حد يدخل يطعن عليه فيماشي مجلس مؤقت يعني حالة من عدم استقرار كبيرة جدا رغم كده حالة عدم استقرار دي فيوجود شكل من أشكال الخطط اللي هي حتى أهمالها بعض المسؤولين عن الاتحاد في وقت من الأوقات إلا إن النتيجة في الآخر تحققت العديد من الإنجازات لكن الحقيقة زي يعني ده اللي عايز أوصله إن حتى في الظروف الصعبة و أنا عارف أن العرب يمر ظروف صعبة لكنه بلد كبير عنده إمكانيات دبارة جدا جدا إمكانيات بشرية وإمكانيات مادية لكنه يحتاج بإذن الله يعني مع التعدل في الاستقرار هو يدخل في الإنجاز لا أنا بقول لكم إن ده دافع ما هواش عقد دافع لأن أنتوا تتحدوا وتعملوا نتيجة حتى في عدم الاستقرار و أنا بقول لكم إن حنا أعملت أحسن نتائج مع المنتخب المصري كنا حمد ضرب في الصالة في المعادي و كنا سمعين صوت ضرب الرصاص بره في الشوارع في ساعة الثورة فالأنا أقصده إن المتابة دا أن الرياضة ما تققفش بسبب ظروف عدم الاستقرار أنا عارف إن الظرف صعب في العراق والعراق تلوقتي لكني أنا متأكد إن بإذن الله يعني هي بلد كبير وعنده تاريخ كبير تاريخ رياضي وتاريخ ثقافي وحضاري وإرث كبير فأنا متأكد إن في عودة كبيرة جدا جدا وأعتبوى مويازة شكرا 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 دكتور على عبد الرضا باختصار بخضر ألو السلام عليكم عليكم السلام وحضرت مرحب أولا نرحب كابتن شريف على هذه المحاضرة الجميلة وعاجد إليك على هذه المعلومات المتكاملة ما شاء الله عليكم على معلوماتك شكرا موصول لأخواني جملائي دكتور طارق ودكتور علاء على مواظبتهم هذه المحاضرات سؤالي باختصار أنا أحد المدربين العاملين أنا أحد المدربين العاملين في المدرسة التخصية لفرط طائرة المركز العام في بغدار أحد المشاكل اللي واجهتنا في تدريب الفئات العمرية هي في عناصر اللياقة البدنية إحنا لما نريد نبني عناصر اللياقة البدنية للاعب مبتدر البعض يبني ببناء القوة القوة العضلية ومنها ينطلق إلى تدريبات السرعة وبناء السرعة والبعض يبدأ بتدريبات السرعة ومنها ينطلق بعدها إلى بناء القوة العضلية والبعض كان لا كان يسوي وحدات متلاحقة يتمج بيها بين يوم سرعة ويوم قوة وينطلق فيه في جزء جزء من السرعة وجزء من القوة حتى يضمن أنه المفردتين ومن المفردتين يكون مهن بشكل متوافط أسأل كابتن شريف رأيه هو أي طريقة أفضل في بناءها ولماذا هذا الرأيه شكرا أنا أشكرك جدا على السؤال بس هو سؤال كبير جدا صعب جدا الجواب عليه في دفاعك لكن كل اللي أنا عايز أقوله لازم يبقى عندنا محددات للكلام في الموضوع أول محدد موجود هو عمر اللي عاديين دول كان لأنه لازم مهم جدا يبقى فاهمين أن لغاية سن 14 15 سنة ما يكونش اللاعب لسه يعني ما ياخدش التدريبات القوة غير بشكل مناسب للعمر ده لأن في العمر ده لسه بيكون يحصل نوع من أنواع النمو ولازم يبقى التركيز بشكل معين على يعني نقول عليها شدة مناسبة للمرحلة العمرية دي لكن اللي أنا عايز أقوله أن ده لازم يتم تنظيمه من خلال فتة لها علاقة بال يعني بالمراحل بتاعة الشغل لو كانت المدارس دي عندها منافسات فلازم يكون نفس الأفكار اللي احنا فكرنا بيها في خطة الأعداد بتاعة اللي هي على مدار العام جواها هداف بقى مرحلية زي ما يكون عندنا مثلا عندنا منافسات لمدارس عندنا منافسات ازا كان هما بيلعبوا بأندية عندنا منافسات ازا كان هما بيروحوا للمنتخبات بعد كده على حسب ظروف منافساتهم دي بيتم الأعداد التفكير كله بيتم على أن بيتعامل قاعدة من من التحمل التحمل العام مثلا تحمل البدن التحمل من أسف للقوة وبعدين بعد كده نروح منها على القوة بعد كده منها على المهارات اللي هي الحركية أو منها التطوير القوة لقوة المميزة بالسرعة وهكذا ده في المراحل الأخيرة خالص في الأعداد قبل أثناء الأداء بتاع المنافسات لكن في نقطة مهمة زي بقولك تاني أن الكلام ده لازم يكون بي علاقة بالمراحل وأداء في كل مراحل والطبع عن فاروق الفردية العمر بتاع كل لاعب ومرحلة دي العمرية النوع الجنس اللاعب إذا كان رجل أو امرأة أو بنت أو ولد كل ده دي يعني دي ممكن في محاضرة ممكن هنعملها القصة دي لأنها مهم جدا جدا يعني مثلا من سن عشر الاربعتاشر سنة مهم جدا في المرحلة دي أن نحن نركز جدا عن المهارات الحركية أكتر يعني نتكلم على الحاجات اللي فيها كل العناصر التحرك اللي فيها الرشاقة اللي فيها الرد الفاعل اللي فيها يعني كل الفترات اللي هي بنحاول نلقل فيها الولد والبنت العضلات بتاعتهم من ناخدها من العضلات إن هي يعني عضلات سريعة مش عضلات بطيعة أنا مش عارف أقولها بالعربي يعني أنا بقول لكم يعني إن المراحل للسن العشرة ومعطشرة السنة دا المرحلة مهمة جدا جدا بتحدد مستقبل اللاعب في كل إداء البدني بعد كثرة خلينا نروح لمرة لمحاضر المحاضرات دي متخصصة ونتكلم فيها على التحديد على تفاصيل الأمر شؤال بعد كده شكرا جزيلا شكرا جزيلا إن شاء الله هاي المحاضر تكون قريبة الكوتش نعين لفتصار ماك نفتوح بس فتح المايك المايك منفتوح أي تمام أهلا بدكتور هشيم نيش شرف الوجودي معكم يعني والأستاذ علي على الفرصة اللي خلينا بش نشوف الدكتور هشيم يعني آخر مرة كان عنا محاضر في تونس شريف شريف كان معنا محاضرة في تونس وكنت أفتنا يعني فيها وفي البطولة العربية اللي منطل أنجل للسيدات الدورت الخامسة كنت أفتني اتصلت بك وفتني شكر خاص ليك سؤالي احنا لما احنا في السنة في الموسم 2019 2020 ما نقطعناش عن التمرين يعني حتى في الوباء ربي يشيلا يشفينا منه كمان تدريب عن وكمانا نشط الكرة الطائرة بس دياقة بدانية وسرعة وأحمق سؤالي احنا عنا عطلة شهر في الإمارات نادي الشارقة السيدة تعطوننا شهر راحة منها 21-6 إلى 21-7 لما نرجى للتمرين دكتور نبدأ التحذير من أول ولا نكمل على الشغل اللي اشتغلنا يعني في الموسم أنا عارف أشكرك كتن نعيمة أولا يعني مبسوط أن نشفتك النهاردة طبعا إحنا كان لدينا لقاء بكده زي ما انت قلت في تونس مرة ومرة ساعة البطولة العربية لانترايدات النبية لا لا نقصد من يعني طبعا أنا بتشرف من أنت موجودة ونحن نتناش مع بعض تاني السؤال ده بيسأله كل الناس في العالم كله يعني احنا شفنا في ألمانيا لما قرروا رجوع البطولة بعد يمكن اسبوعين لحينا باير منوخ بيلعب مباريات في الدول وطبعا كان واضح جدا على اللاعبين أن هم لم يصلوا لمرحلة من الجاهزية البدنية المناسبة للأداء لمباريات كبيرة دي في كرة القدم بالذات كمان فأحنا زرف السسنائي لازم التعامل معها بحكمة شديدة جدا من وجه نظري لازم نحط أهداف جوا لزرف السسنائي ده أول هدف عندنا لازم يكون محاولة تجنب الإصابة بالنسبة للعبين لأن بساطة شيئا جدا لو المدرب مش واعي ومش فاهم وحيعمل ممكن هيعرض اللاعبين لإصابة لأن الفترة لما بين توقف فترة التوقف كبيرة جدا بعض الناس اللي اشتغلت عن بعد زي ما حدق قلت كده ممكن يكون في جاهزية أفضل شوية لكن في كل الحالات هم مش برضو مش في الجاهزية المناسبة اللي تدي اللاعب واللعبة الظروف اللي هو تسمح له من هم يشارك الحاجة المهم كمان النصيحة اللي أنا بنصح لكل المدربين اللي مسمعوني دلوقتي هو موضوع مهم جدا نسبه اللي هو يعني يتدرب يعني لازم الأربع سبيع الموجودين دول يتحسب وحساب يعني جيد جدا يعني ممكن مسلا نقول أن أول أسبوع دا ميكون ش في آآ خبز خبز يكون موضوع هدف منه أنه هو استعادة العمل البدني يعني يعني تحسين القاعدة التنفسية بتاعة النعم أنا ورده مش عارف أسماء العربية بحاول أننا نشوف يعني لك أنا أقول أن الأسبوع التاني نرفع شوية من الحمل بتاعنا وبرضو يكون بحرص شديد جدا يبدأ فيه قفز الأسبوع التالت لازم هيكون فيه ندقل على الجانب التكتيكي بس برضو بحرص شديد وفي نفس الوقت هنكون من راعي جدا جدا مساحات التدريب تكون مناسبة ويكون فيها راحات مناسبة ويكون معنا دايما حد يكون لازم يكون برضو يتعمل فيه بعض المنافسات التجربية لكن برضو ما تكونش بشكل كبير وابتدر المستطاع لازم العمل يكون فردي يعني مع الناس يعني أو المتابعة فردية لأسف مش العمل متابعة فردية يعني كل واحد بيتسئل من اللاعبين عن مشاكله المبشر حد رجله شد حد ايده بتوجعه قطفه عشان الإصابات على قدر مستطاع بنعود اللاعبين في الوقت ده ازاي يحفظوا على مجهودهم مجهودهم البدني وينفزوه جوه المباريات في المساحات اللي احنا محتاجين يعني الاستدعاء المجهود ده في الوقت اللي احنا محتاجين يعني المباريات ببساطة شيئة جدا حيبقى فيه مباريات سهلة مش هنحتاج منها ممكن بالإرسال تخلص المباراة اعداد جيد فيتم التعامل مع المرحلة دي بشكل جيد يعني طبعا يمكن نهارده انا بتكلم مع كابتن علاء سمعت منه برضو تجربة تم حصل اصابة مثلا للاعب اللاعبين بقدر الله ده لو حصل بيأثر على مجهود فرقة لموسم كامل وطبعا الظرف الظرف القهري كل الناس بتتعامل معه بشكل يعني يعني انا بعتبره حتى زي اللاعب القمار يعني اللي هو انا ما عنديش اللي عمله بس انا نقذب بلعب في بطولة ومش جاهز خالص يعني الظروف ما تحش ليه بسبب الاصابة دي بسبب الجائحة كورونا فبالتالي بالقدر المستطاع لازم اتعامل بشكل يعني يعني دقيق زي الواحد بيعمل عملية جراحية يعني لمريض ظروفه صعبة ما هواش جاهز فكل الهدف من القصة دي على قدر المستطاع التركيز برضو على المهارات اللي ممكن عند كابتن معيمة يتحقق الهدف يعني ببساطة شيئا جدا الارسال ممكن في الامارات في السيدات يحقق الهدف بشكل جديد فبالتالي يبقى في وسط تكتيك المدرب ان هو يشتغل بشكل جديد على الارسال اللي هو يعمله نتيجة افضل واسرع بقادر المستطاع انا بعلم اللاعبات بتاعتي ان هم يشتغلوا بعقلهم شوية في خلص الكورة بالذات في المواقف الصعبة فده مش هيخلينا الرالي ما يتولش يعني بلايسنج اللي التاتش وعلى برة الحاجات دي كلها نفس الحكاية برضو ان احنا بقدر مستطاع في الوقت ده لو عندنا لاعب يكون اجهز شوية بحاول على ده ما اقدر يبقى هو ده المفتاح بتاع النجاح في قدال المبرارات دي يعني هم ساعد يجيبوا لعبات محترفات حيبقى الحامل عليهم اكتر شوية ويزرقهم في باحث ما هكذا فالليا نصده هي مرحلة ملهاش يعني قواعد اساسية لكن ليها قواعد يعني نقول عليها عامة كده قطر نقدر من خلال ننطلق نفكر في الفترة دي ازاي بس اهم حاجة عشان الخطورة كبيرة هنا لو المدرب ما اهتمش بالبدايات يعني ساعات المدربين بيفتكروا مثلا تخليهم يجروا مثلا عشرين دقيقة او خليهم يبدأوا يضطوا ويدرابوا مثلا ميت كورة لو لاعب حصلوا شرد عضلي مش هيخف قبل خمستاشر يوم لعشرين يوم وبالتالي ضع من او حصل لأصابة مش هيبقى يشارك معهم في المسابقة خلص بعد شهر ده يحتاج مننا ان احنا حرصين جدا جدا في كل خطوة ونكون منتابع بدقة كل تحركات كل لاعب ولاعب نخلص شكرا 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 ست نعيمة وتحياتي لشعب شعب ست نعيمة بشك ما نصمم الناس من يشام سمحني نفس نفس الكلم اللي قلت له البطولة العربية على الارسال وكانت النتيج طيبة في البطولة العربية الارسال كانت طيب وموجه كما حكيت انا بيك وقتها قبل اسبوع وقلت يركزي على الارسال وقتها وكانت وكانت نتيجة طيبة يعني مع النادي الوصل فست عليهم بالارسال عايز بس اكمل على كلام ست نعيمة الارسال يا جماعة في الكرة الطائرة الحديثة هو من وجهة نظري ستين في المية خمسين ستين في المية من تحقيق المكسب وكل ما كان فيه فعالية في الارسال كل ما كان حيبقى الفرقة عندها فرص كبيرة جدا جدا نتحكم في المومنتم او تحكم في غتم المباراة والافضلية في الفوز حاجة الخطيرة اللي موجودة في العالم بالوقتي ان الارسال بدأ يتطور تطور خرافي واحنا مش عارفين نلاحقه دول عربية افريقية وبعض الدول الاسيوية عندنا لعبين دولة في العالم سرعة الارسال بتاعهم وصل انا شفت بعين الكلام ده والرادار واقف بإيس لفوق 135 كيلو في الساعة يعني يعني ببساطة لو انا واقف وشايف عربية سرعتها 135 كيلو تدخل علي كده نفس السرعة دي الارسال يعني المفروض ان الطبيعي بتاعه زمان نحن نتكلم في اربع مرات اسرع من سرعة رد الفعل الانساني العادي النهارده دخل في اكتر من خمس وست مرات فالموضوع بقى صعب جدا يعني نشيدة اللي احنا عارفين بتاع اليابان ده افضل من افضل اللي عامين في العالم الاشوال ده عمل ارسالات سرعتها 138 كيلو متر في الساعة في البطولة بتكسر عالم اللي كانت واشنالعيدنا قدامه شفت الكلام ده بعيني في الملعب عشان كده بقول ان ارسال هو مفتاح من المفاتيح المهم جدا بعد الشهر بعد التوقف ده كله عشان حنلعب بعد شهر وفي كل الحالات مش خاصة بالتوقف بس المسال هو مهم وبقى مهم جدا وبقى هو احد الاسلحة الهمة جدا جدا في الكرة الطار الحديث شكرا والتأكيز على نقطة القوة مش نقطة الضعف قلت دي قاعد في رس نقطة القوة نقطة القوة مش نقطة الضعف كما احنا كنا كنا فاكرين احنا دي من اللوجة اقل اقل واحد ينجم ياخذ الكرة انت كنت حكيت معي قلت بالعكس نبشي اللي هو ياخذ على اللاعب اللي هو اللي هو بيشكل علينا ضغط هو ده اللي ممكن نخرجه من اللاعب ولقوا في قصص خفيرة جدا هنتكلم عنها هقول لكم الفاكرة بعد ما نخلص صح شكرا 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 حبيبي دكتور طارق سلام عليكم عليكم السلام وحكرا تحياتي لكابتن شريف على جهودك الراع وعلى المحاضرة القيمة شكرا حقيقة لديه سؤال واحد في الجزء الثاني من شرح المحاضرة هو فيما يخص النهاية المسابقات الموسم والانتقال من القمة إلى قمة أخرى ما شفت فترات زمنية حقيقة موجودة وأكبر فترة ممكن أشجد وأقل وكيفية التعامل مع هذه الفترات عند الانتقال من القمة إلى قمة الأخرى شكرا تانية كابتن عمين أنا عايز بس أقول حاجة مهمة أن المسألة هي مسألة نسبية الظروف المحيطة بإعداد الفريق والمدرب الموجود والأشخاص المسؤولين معه عن الفريق هي اللي بتقدر يعني دائما ممثل المدرب هو زي الترزي كده اللي هو بيقعد يفصل مناسب للفرقة بتاعته وقدراتها البدنية والزروف الفنية والخططية والتكتكية يعني ببساطة شيئا جدا نديك مثال سويا هل القمم دي هنقدر نتعامل معها بفرقة عمرها الزمني أو مجموعة اللاعبين الأكتر فيها شباب زي ما هنتعامل معها زي ما يكونوا المجموعة دي مثلا كلهم فوق 30 و35 30 ساعة طبعا هتختلف موضوع التعامل مع القمم دي وقصة التحكم فيها في قمم صغرى أو قمم كبيرة أو تنقل من القمة بعدها ده موضوع معقد جدا صعب جدا شرح دلوقتي لكن مهم جدا تفهم حاجات جوا مبادئ أساسية للتعامل في تقنين الأحمال وببساطة الشيء جدا يعني ازاي انا فاهم احتياجات الكرة الطائرة البدنية ايه ازاي عرف خطط لموسم رياضي جوا أحمال بدنية بشكل مناسب ازاي انا فاهم العناصر الأساسية بتاعت التخطيط دي الفنية ايه الاحتياجات بتاعتنا المرحلية لان بناء على ده هيخلينا ببساطة شئلة جدا ساعات عندنا حكاية مشهورة جدا ان بتلاقي فرق في الدوريات العربية تبدأ الدوري بتكسب كل المنشار وفي الكرة بالذات عندنا في مصر نادي الزمالك مشهور بالحكاية دي بيدخل الببريات في الاول يقعد يكسب 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 وبعدين بعد كده يجي من الموسم هو عمل في المصف الاول من الموسم فده بيخلي بيفقده ان هو في نهاية الموسم يقدر ما اعملش تنظيم جيد للاحمال واختيار المناسب العكس صحيش بقى عندنا بعض الفرق في الدور المصري مثلا اللي هي عندنا 24 فريق ففيه فرق بتبقى بتنافس عارفة كده لكده هتكسب هتوصل للنهايات وفيه فرق تانية هي مستواها من ال 14 لغاية العاشر فدي الهدف بتاعها الاول تتأهل لتدخل دور ال 12 اللي هو 12 فريق فهنا لازم المراحل الاولى من الدوريات دي عشان تقدر في المستوى بتاعها لما يوصل في المنطقة دي يدخل بها للمنطقة الاهم اللي هي تبقى داخل جوة ال 12 فريق والتعامل بعد كده مع المرحلة اللي بعديها هتبقى بنوع خاص عشان يوصلوا الفرقة لقمة مناسبة في المباريات المهمة لها جوة ال 12 فريق فعشان كده حسب اللي حيحدده المدرب والمتخصص معاه في زي توزيع الاحمال يعني في الفرقة لكن ده مهم جدا جدا ان اللي بيعمل ده يكون فاهم المراحل دي عاملة ازاي واهداف كل مرحلة ايه واهداف الفريدة ايه اصلا وطبعا الفروق الفردية لموجودة الفروق بين الجال والسيدات فروق بين زي كان مرحلة عمرية ومرحلة عمرية تانية وهكذا شكرا كافر يمين شكرا كافر يمين شكرا ما عرف شفت ايه دكتور جمعة محمد استاذ دكتور جمعة انا مايك مستوح اذا حضرت تأخذ سؤال او مداخل اتفضل و سلام عليكم سلام عليكم عليكم سلام استاذ دكتور جمعة بارك بارك الله بكم يا احبابي على هذه الجلسة العلمية الرائعة من قبل الاساتغ المختصين والمدربين تحييكم في هذا اليوم وشكرا للكابت شريف على المعلومات القيمة والمهمة اللي اعطانا فيها خبرات الواضحة والمميزة اللي ساهمت طبعا في تحقيق الانجازات على المستوى القاري والتخطيط العلمي الوصول للعالمية ودائما فرق المصرية فعلا تتقدم باضطراد لوجود التخطيط العلمي ووجود العلماء المتميزين يمكن فقدنا الاتصال دكتور جمعاء آخر سؤال عندي من كابتن حازم محمد جاسم طبع كابتن حازم من الماء تنفتوح كابتن حازم كابتن حازم فضل كابتن حازم كيف الصح والأحوال ان شاء الله بخير الحمد لله الحمد لله بكير كابتن حبيت بس يعني بالبداية حبيت أن حييك على هذه المعلومات القيمة وتحياتي إليك وتحياتي لدكتور طارق وكابتن على وأكيد كانت اختياركم موفق إلى هذه هي علم التخطيط اللي هو العلم الكبير اللي أساس كل عمل وهذا شيء متفق عليه جميعا فالتخطيط أكيد راح يكون إداري وتخطيط فني التخطيط الإداري تتحمله هي الجهة الراعية للفريق أو المنتخب أو لأي مجموعة يعني هي تلعب هذه اللعبة والتخطيط الفني اللي هو يخص الجانب الإداري فنيا إضافة إلى الكوادر التدريبية فيجب أن يكون اتفاق اتفاق كامل بين الطرفين وتواءم بالأفكار والإنسجام حتى يكونون يعني حتى يصلون إلى الهدف المرجو يعني هي معلومة مو سؤال ولا إضافة إلى معلومة لأنه كفيت ووفيت يعني بس حبيت إيه بس حبيت أضيف هذه المعلومة لازم يكون التخطيط يعني موجود إداريا وفنيا حتى يكون الهدف فالتخطيط الإداري هو اللي راح يبدي من الوقت والزمان وطريقة الدوري يعني أخسر على كل الفئات العمرية أو الفئات الكبيرة فكل هذه هي يعني هي سبب لنجاح العمل وتحقيق الهدف الفني هو كل التخطيط آخر شي يكون الهدف الفني هي النتيجة الإيجابية للفريق اللي إحنا جاي نعده أو اللي إحنا جاي يعني أنقوم به فشكري والتخدير جميعا وما أحب بطير عليكم وشكرا شكرا 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 وصلنا للختام احنا طبعا سعداء ونشكر حضرتك على هذا بس يا كابتن طار أنا عايز بس يعني معاكل أول حعلن يعني يعني خطر ببالي بعدما الأستاذة نعيمة كابتن نعيمة كلمت عن موضوع العرسال أنا بفكر انحنا بإذن الله المرة الجاية حنعمل يعني لو سمحتولي في مرة أخرى يعني نقدر نعمل محاضرة مهمة جدا حنشوف مع بعض هي المحاضرة يعني هي دي عن العلاقة التكتيكية ما بين الإرسال والبلوك وهي محاضرة أنا معتز بها جدا وهي محاضرة يعني أنا هتستمتعوا بيها لأنها هي فيها أفكار مهمة زي ما احنا شايفينها قدامنا وهي طبعا بالإنجليز بس أنا حاول على الماضر أن أشوف حلل الموضوع الترجمة فيها كلام على موضوع مهم جدا عن الموضوع العلاقة من الإرسال والبلوك وموضوع مهم جدا جدا الريد بلوكينج والكوميت بلوك ودي مشكلة مرض من الأمراض الموجودة في الكرة الطائرة العربية والأفريقية وبعد الدول الأسيوية وعشان كده لازم نعرف الفارق بين الناسين وموضوع بالموقتي أنه بقى في حاجة اسمها بقيت حاجة مهمة جدا وزي أن أنا بخطط عشان أخذ حقصد بشكل ناجح وشوف الكلام ده بالديد يتم إزاي ومع ذلك بعدها حنشوف بعد كده الإرسال وإن إزاي الإرسال حاجة مهمة جدا استراتيجية موجودة وإن إزاي الإرسالات بيتم التفكير بيها وإن إزاي الإرسال بيقدر يغير من مقرم مباريات صحيحيني هنا بعض الفيديوهات المهمة جدا باية ما نوصل إلى جديد تاريخي عندنا للمنتخب بتاعنا اللي هو بما كان عبد الله في الأول في محترف إيطاليا وإزاي عمل المباراة عظيمة جدا في نهاية كاس إيطاليا مع تلفزيو الإيطالي وبعدين بعديها لما ناخد شوائف مصفات المنطل المطلوبة للمشترين يعني المصفات المنطلوبة الصفات المتاعة المرسج ونشوف هنا ده تشغيل المخ والتركيز والضرب القوي والتفكير كل ده مطلوب في الملعب كل ده وبعدها الفيديوهات للمرسلين أهم خمس مفاتيح نفسية عشان يلمرسل وإزاي من بعد ده وبعدها بإذن الله الحب الله أكبر 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 وبالتالي دي حتكون محاضرتنا اللي جاية بإذن الله حبيتنا أنا يعني أفتح لكم الباب عشان يبقى في معرفة حلاخد إيه المرجالة وربنا كتبتنا للمرسلين إن شاء الله إن شاء الله طبعا صراحة شوقتنا جدا المحاضرة القادمة وهي العلاقة بين الإرسال والقراءة البلوك وآني بنهاية هذا اللقاء أشكر حضرت دكتور طارق قبل تنهي يعني 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 كابتن شريف دكتور جمعة رجع يعني عفوا عفوا حبي يسأل إذا أمكن دقائق بس كابتن شريف الله دكتور جمعة عزيز علي أنا شوية سهلا طبعا دكتور جمعة آسف ما شفت مايك مفتوح طبعا السلام عليكم مرة أخرى أنا حبي شديد لكم خلاني أستمر وأرجع لكم والله وما أعرف النتيج شرح فينا دكتور أنا يعني أحيي أحييك يا كابتن شريف على هذه المعلومات الراقية طبعا هذه المحاضرة أخواني أكو من ضمن الاتحاد الطائرة والمخططين وشفتاني دكتور طارق اسمه ودكتور ناهدة ودكتور أحيي سابغاني وآخرين من قادة الكرة الطائرة المشهورين بالعراق وأكيد المدربين من هذه المحاضرة لازم نخلي قواعد علمية دقيقة يعني حتى نبدي فعلا الكرة الطائرة وخصوصا أن نذكركم أن منتخب العراق كان من المنتخبات العربية القوية فقط كان الفريق المصري ما نتفوق عليه تذكرون بالإثمانينات وحتى بالفترات الأخرى ولعب فيه كأس العالم بالأرجنتين عام 1982 وكان تسلسل يعني التسلسل عام 16 كان فريق الدونسي كان مع أخذ التسلسل نعم صحيح مشكلة الانترمية تعد دكتور زمعة شوي شو الدكتور بس هو يمكن بس الاسم موجود لكن لنك مطلع طيب تنتي سؤال موجود عن الدوري أرجوك الدوري الأساس هو اللي بيحطه الاتحاد هو موليجانه الفنية وليه طبعا أهدافه الفنية للمنتخبات نمر واحد والأندية بعدها ولتطوير اللعبة وبعدها دكتور شريف العفو ممكن أكمل والله آسف يعني جدا يعني آسف التخريط اللي حدثنا عنه الأستاذ الفاضل يجب أن نأخذه بنظر الاعتبار احنا ليش أصبحت الكرة طائرة بالعراق ضعيفة لسبب انه الرياضة المدرسية احنا ابتعدنا عنها كانت كل المنتخبات تأتي من القاعدة الأساسية للناشئين الرياضة المدرسية كانت هي اللي طلعت أن أرقى الرياضيين من خالد بشير إلى ثائر عبدالوهاب إلى ذول الكبار اللي تعرفوه من أمير أسي وآخرين يعني مشهورين والتي سمعتهم معروفة على مستوى الوطن العرض إذن القدرة على الاستكشاف والاختيار هي مهمة ويا أخوان والله إذا ما أكو تخطيط يعني لا يمكن أن يتقدم الفريق الرياضي ولا يجب أن يكون المخطط عالم يجب أن يكون المدرب عالم مثل ما يتحدث عن دكتور شريف وهو عالم بكل خبايا التدريب ولذلك أنا بس عشان برضو أعمل ما يرجع على فكرة نفسي يا جماعة المخطط في الاتحاد المصري تم الاتحاد القطري أنا مش عارف انتم شايفين ولا لا دلوقتي المخطط ده في الاتحاد القطري عادت الحمد لله البطولات أنا الروحة اشتغلت في الدوحة وده كان يوم 9 ديسمبر 2012 تعمل لهم مخطط نفس الفكرة نفس التخطيط المميز اللي حقق بعديد المنتخب القطري عديد من الانجازات ويرجع تاني للفوز بالبطولات الكاليج للمراحمة السنية واللي أنا أصده أن كلام أأكد على أخويا دكتور جمعة أن التخطيط هو السبيل الوحيد للانجاز لأن مفيش حاجة تبقى منظمة ومش هتعمل نتيجة في الأخ بس لازم مهم جدا أن نحن نعرف بلاش نحط الأعزار قبل ما نبتدي يعني على قدر الظروف المتاحة نعمل التخطيط المناسب وتأكدوا أنه لازم حيكون فيه نجاحات والنجاحات دي هتبني بعدها ثقة من المسؤولين ودعم عشان خاطر للانتقال للمرحلة اللي بعدين وكل ما هيحصل نجاحات كل ما هتبقى الأمال والأداف هتبقى أوسع وأهم وأشمل وأعلى وبالتالي المسألة بس من الأول من أساس لازم يكون فيه تخطيط جيد واستخدام أنثل لكل الإمكانيات المتاحة وما بيش حد يقول لا دا ما عندناش فلوس لا دا ما عندناش لبس لا دا ما عندناش المهم اللي لازم يحصل تخطيط وتخطيط مميز موضوع لدكتور جمعة اللي قاله لتعامدار الزا دا يعني دا عنصر من العناصر المهمة لدعم المنظومة لكن دا مش معناه ان احنا حتى لو مش ماشي ان احنا لا نشتغلش لا نشتغل وقدر مستطاع على المراكز وعلى الأندية وبإذن الله يعني أنا بأكد لك تاني ان أنا مش شايف ان الكرة الطائرة العقية ضعيفة العكس أنا شايف ان فيها عناصر كوة كبيرة جدا وشايف يعني شفت الفريق بتاع كابتن علاء كذا مرة شفت الفريق بتشارك بطولات العربية وفي المراحل سيمية في البطولات العربية كان بيلعب النهائي مع المنتخب مصري منتخب العراق أنا عارف ان العراق بلد يعني ولادة زي ما بيقولوا كده بنقول بالمصري كده عندها فرصة للتطور كبيرة جدا جدا محتاجة بس الشيء من التنظيم والتخطيط يعني وبإذن الله أنا متأكد متأكد ان حيكون في نتيجة قريبة وعادة التخطيط دا بيصرع جدا بالنتائج اللي هي الجاية دا بس تماماً الأمور تكون المشيطة القريصة إن شاء الله إن شاء الله كارت مشريف وإحنا بنهاية المحاضرة طبعاً نشكر حضرتك جزيلاً شكر على هذه المعلومة في قيمة وإن شاء الله ننتظر محاضرة الإرسال والبلوك بالتنسيق مع كارت على خلق إن شاء الله بأقرب وقت بإذن الله وأنا برضو حرسلكم البيانات اللي احنا كنا نشتغلنا فيها الدوكيمنت بتاعتنادي أحاول أنت أرسلها يعني نتواصل مع حضرتك أو مع كابتن علام وعشان نشره للناس تمام بعض الجداول هاترجمها بعد إذن حضرتك العربي حتى بس تسمحولي بس يعني خطط الاستراتيجية دي أنا مش حقدر استعملها لأنها دي مش مش حق أنا الواحدي حقوق الاتحادات اللي هي مسؤولة عنها لأنه تعتبر الخطط الاستراتيجية للاتحادات دي للعمل يعني لكي احنا اللي قدرنا نعمل وحا يعرضنا الفكرة لازم نتحديد كل طبعا التحديد على حسب ظروفه وفضراته وحيشتغل في جهة تمام تمام آآ بنهاية المحاضرة عامين أشكر جميع الأخوان المشاركين وأشكر حضرتك كابتن شريف وأتمنى لكم أمسكة سعيدة وتصبحون على ألف الله يخليك سيدا شكرا كابتن شريف شكرا جزيلا انت عبنات معنا اليوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا